أستاذ الدكتور عمر الأهواني أستاذ طب وجراحة الذكورة جامعة القاهرة عام 1973 تم اختراع أول دعامة هيدروليكية لعلاج ضعف الانتصاب ومنذ ذلك الوقت ومع التقدم العلمي المتزامن مع زيادة معدلات ضعف الانتصاب نتيجة للظروف البيئية والصناعية ونمط الحياة اعتمد استخدام الدعامات لأي شخص يعاني من ضعف الانتصاب ولا يستجيب للعلاج الدوائي سواء كان بسبب مرض مزمن مثل تلف الأعصاب والأوعية الدموية الطرفية المصاحبة لمرض السكر وتصلب الشرايين وغيرها من الأسباب المؤدية للضعف غير مستجيب للعلاج الدوائي فما هي أبرز أنواع دعامات القضيب وكيف تتم عملية زرع دعامة القضيب أهلا بكم بلا شك الضعف الجنسي مشكلة طبية مسيرة جداً للتوتر عند المريض وأيضاً عند الطبيب خلي بلكم الكلاسيكيات التي تسبب الضعف الجنسي السكر الضغط غير مزبوط المنضبط التهبات الأوعية الترفية التهبات العصاب الترفية ريفران نيروباتي لكن فيها أدوية تلعب دور مهمة في إحداث ضعف الجنسي خلي بلكم منها الأدوية دي لازم نبقى إحنا حزيرين وإحنا بنتعامل معها من ضمنها مثلاً أدوية الأدوية التي تعالج قرحة المعدة مضادات بعض مضادات الاكتئاب أو كتير من مضادات الاكتئاب أدوية الشلل الرعاش أدوية بعض أدوية ضغط الدم زي البيتا بلوكر لو تاخدت مجرعات عالية وبعض برضو هو مدرات البول مدرات البول من ضمن لها مشاكل في إحداث ضعف الجنسي أدوية البرباتيوريت عموماً طبعاً الكحول بيلعب دول خطير جداً في إحداث ضعف جنسي خلي بالك الكحول كل أنواعه بقى من أصغر تركيز إلى أعلى تركيز كله بيعمل ضعف جنسي وغيرهم أدوية كتير جداً جداً فخلي بالنا أنه اللي عندهم مثلاً سكر أو عندهم ضغط غير منتظم لو بياخد نوعية دي من الدواء العوامل دي قد تكون مع بعضها تزود فرص الإصابة بالضعف الجنسي بشكل كبير للغاية يكون القرار عند الدكتور إن إحنا نجري دعامة كنوع من العلاجات النهائية اللي هي موضوع الضعف الجنسي بس الدعامة حواليها أسئلة كتير جداً جداً تعالوا نقرب من هذا العالم المسير اللي القراره خلاص التخس إحنا وصلنا لحالة ضعف جنسي تستدعي التدخل بالدعامة إيه بقى الدعامة وما يوحيد بها من أسئلة هذه سيكون حوار خاص جداً مع ضيف خاص جداً واحد من ميجاستار عالم ذكورة عالم جراحات ذكورة اسم ابنفتخر بوجوده معنا وبقبله دعوتنا النهاردة القيمة العلمية الكبيرة هو الاسم الكبير مصرياً وعربياً وعالمياً اسم العلمي كبير أستاذ دكتور عمري الأهواني أستاذ طب وجراحات ذكورة بكل طب جماعة القهارة أهلا بك دكتور عمري أنا هدخل في قلب المعمع خلاص إحنا قررنا أن هذا المريض سواء بقى كان سكر جامد أوي مر بالطريق المشهور عشان وصل لإحنا خلاص قررنا أن إحنا نعمل دعامة إزاي بنحضر للعملية دي؟ طبعاً أهم حاجة في عملية الدعامة زي ما حكي قلت هو التحضير لأن مشاكل الدعامة إحنا بناتلافق 90% من مشاكل الدعامة لو العين كان متحضر كويس قوي أكبر مشكلة بنخاف منها في تركيب الدعامات أنه يحصل التهابات بعد العملية يبقى إذن زي ما قلوا الوقاية خيرهم من 100 علاج لو أنا عندي مريض عنده سكر أهم حاجة لازم السكر بتوعب أن تزبط وتحليل سكر الترقومي أقل من 8 أو حتى يعني كل ما يبقى أقل من 8 7.5 أو 7 كل ما تبقى النسب أن يحصل التهابات قليلة جدا يعني لو مريض عنده سكر الترقومي 10 أو 12 وفي مريض بيبقى جاي عمال عايز بيزن عايز يركب الدعام عنده مشاكل أسرية عنده مشاكل اجتماعية أنا أقول له معلش زبط سكرك وتعلالي العين بقى مدائي جدا بس العين مش عارف إيه اللي ممكن يحصل له لو حصل التهابات أنا عرف هو ما عرفش فعشان كده لازم جدا المريض نزبط للسكر بتاعه لأن السكر لما بينتظم ولما تحليل السكر الترقومي يقل نسبة حدوث التهابات تبقى قليلة جدا لأن حكا زي ما حكا عرفت دكتور أيمان لما السكر الترقومي بيعلق ده معنى إيه؟ إن العين جسم مشبع بالسكر بكمية كبيرة جدا ومن المناعة بتاعته تبقى قليلة والبكتيريا ده أحلى جو لها اللي هو السكر عالي في الأنسجة درجة حرارة 37 ويا السلام لو حاطت له ضعامة كمان تتكسر عليها انت عم تلقى أحسن حاجة البكتيريا عايزها والبكتيريا دي مش شرط إنها بتيجي من العمليات نفسها لا مكتبة موجودة في جسم المريض نفسه فعشان كده لازم لما يبقى السكر عالي والسكر بعد كده خليه زباطه والسكر ترقومي يقل ده بيقول مناعة بتاعته بيقلل جدا فرص حدوث التهابات بقى ده رقم واحد والمريض ما يزعلش اللي أنا بقى أجله العملية يعني فيه فعلا عينين بيزعله مني بس قوله وصدقني ده المصلحتك وانتظم في علاج السكر كويس ياخد الأدوية ياكل كويس يلعب رياضة الكلام ده بيفرق جدا تاني حاجة في التحديق دكتور ايمان ان هو لو واحد عنده بياخد أدوية سيولة للدم دي مهمة جدا لازم بنوقف أدوية السيولة وفيه ده كترة كتير من السرعة مش بياخدوا بالهم من الكلام ده أو مش بيركزوا مع المريض او انه واحد لو بياخد أدوية زي الأسبرين او الأدوية التانية حيك عارفها اللي هي الأنتي بلايتلت زي البلافيكس والحاجات دي المريض ده انت لو أي جرحة هيعد ينزف وش هتعرف توقفه فلازم طبعا يبقى بنوقف الأدوية السيولة بنستشير طبعا ده بالتعاون مع طبيب القلب بتاعه وده الأدوية السيولة طبعا بياخدوها معظم المرضى المركبين دعمات او عاملين عمليات في القلب يعني او حتى عنده مشاكل في القلب فلازم نتعاون مع طبيب القلب ان هو بنوقف الأدوية دي وبنعوضها بحقن معاناة زي الكليكسان بيفضل ياخدها وقبل العملية بنوقف حقن الكليكسان دي 12 ساعة دي نقطة انا بسماما التحضير المريض يبقى فاهم العملية قد ايه وقتها قد ايه هيقعد في المستشفى قد ايه هل هيخرج فيه أسطرة فيه دريني لازم افاهم طبيعة العملية حتى لازم نقعد نتكلمه نوري له الدعمات اللي هتتركب فيه ساعة بنوريه زي فيديو قصير لطريقة الدعمة ما بعد الدعمة ازاي لو هيركب الصلبة ازاي بيتنيها ويفردها والهايدروليك ازاي يشغالها دي برضو انا بعتبر دي من حاجات التحضيرية للمريض قبل ما نعمله عملية الدعمة اه ايه اسلوب تركيب الدعمة احنا طبعا هنقسمها حاجتين فيه الهي الدعمة الصلبة وفيه الدعمة الهيدروليك الاتنين اللي هم طرق مختلفة تماما زي ما احنا شايفين الدعمة الصلبة اه اللي هي العلمين دي دي عباره عن زي الدعمة سيليكونية او عمود سيليكوني بيحطوا جوه النسيج الجافي بتال عضو الزكري دعم الهيدروليك زي ما احنا شايفين تكون من ثلاث قطع فيه اللي هم القطعتين الطوال دول اللي بيخشوا في العضو الزكري فيه اللي هي الكورتين الزغارين دول اللي اسمها المضخة بيضعوا في كيس الصفر ما بين الخسيطين وفيه اللي هو الخزان اللي هي زي الكورة البيضة الكبيرة دي دي اللي احنا بنحطها يا إما وراء عضمة الحض أو ساعد بنحطها في جدار البطن هنتكلم على الدعمة العادية اللي هي الدعمة الصلبة ليه أول حاجة هتكلم على الجرح الجلد إن فيه مريض يجي يقول لي أنت هتفتح لي الفتحة فين المريض بيهموا إيه في الجرح إنه ما يبانش دي أنا عايز أقول للمرضى إنه كل الفتحات اللي أنا أقول عليها دلوقتي ما بتبانش أشهر حاجة نحنا بنفتح تحت رأس العضو الزكري دي ميزتها إيه؟ ميزتها إن احنا دكتور أيمن بنحط الدعمة في عشر دقائق عشر دقائق بالزبط بتبع الدعمة ركبة إيه ميزت كده إن العملية بقت بسرعة جدا ودي برضو من الحاجات بتقلل حدوث التهابات إنه كل ما بالأوبرتف تايم أو وقت الجراحة قليل كل عندما بيقلل فرص حدوث التهابات تاني حاجة إنه لو فيه أي مشاكل تلافات نحية رأس العضو الزكري بنحف إنه نحنا نسلكها بغير ما يحصل أي مشاكل خالص فدي طبعا بتبقى طريقة جراحية لطيفة جدا إنه ممكن جرحها كبير شوية تحت الرأس ولكن بتخيط تجميل ما بيبنش وبرضو الألم برضو بيبقى مش عالي قوي ليه؟ لإن إحنا في الفتحة تحت الرأس دي الجرح الداخلية بتقعده الزكري بحالي سنتي سنتي ونصب الكتير مش بنحتاج جرح كبير زي لو فتحنا ما بين الخصيتين ده خلينا ننتقل للطريقة الأخرى إن إحنا بنفتح الجرح ما بين الخصيتين دي طريقة تانية دي طريقة آه دي طريقة تانية للتركيب اللي هو أبتكلم الفتحات إحنا ممكن نركبها بنعمل فتحة تحت الرأس ممكن فتحة ما بين الخصيتين ممكن فتحة في العنى من تحت دي طلق التلات طرق اللي احنا ممكن نركب بهم الدعمات الصلبة الفتحة يمكن أشهرهم اللي هي بتتفتح ما بين الخصيتين بيبقى الكلام كله إن هي جرحها مش بيبان وده كلام طبعا مزبوط في بعض الحالات لازم أفتح ما بين الخصيتين اللي هو بنسميه البينس كروتل ما بين العضو الزكري والخصيتين لو واحد عنده تلائفات ده لازم أفتح الفتحة دي أو واحد كان مركب دعمها قبل كده لاتهبت وتشالت وهنزرحها مرة تانية لازم أفتح الفتحة دي الحاجة التانية احنا ممكن نفتح دي فتحة ما بين الخصيتين فتحة ما بين الخصيتين أنا شايف إن ساعت من عيوبها إنها معرضة المنطقة دي أكتر للعرق والبكتيريا فالتهاب الجرح بيبقى عالي شوية مقارنة بالفتحة اللي هي تحت الرأس بعيدة عن الجسم خالص فهدوث التهبات في الفتحة تحت الرأس العضو الزكري أقليلة إنما المابين الخصيتين ممكن الجرح نفسه إنه بيلتهب ثالث حاجة إنها بتاخد وقت أطول إنه وبقى الفتحة الجرح الداخلي للعضو الزكري بيبقى كبير شوية عشان عفر ندخل الدعمة من تحت الفتحة الثالثة اللي هي بنفتحها ملعانة من تحت دي ممكن مش مشهورة قوي ولكن من الابروتش اللي أنا بحبها يعني دي من الطرق الجراحية اللي أنا بحبها لإنه هو فعلا الجرح بيختفي تمام العضو الزكري مفوش أي ما يدول أي جراحة خالص بس العملية دي مش أي حد من الجرحين بيقدر يعملها إنها محتاجة تدريب عالي لإنه في الحتة دي بيبقى الأعصاب والأوردة كتير فممكن أنها تتعور فمش أي حد بيقدر إنه هو يعمل اللي هو الجزء إنه يفتح في العنى من تحت ولكن دي من الحاجات اللي أنا بحبها جدا نيمكن دي أنا أتعلمتها في إيطاليا عشان كده أنا بحب الفتحة دي شوي الدعمة الهيدروليك بقى لها طريقتين بيتركبوا منها فيه طريقة إنه إحنا مفتح ما بين الخصيتين لإنه أنا محتاج جرح حوالي بتاع 3 سنتي عشان أدخل منه الدعمة والمضخة والخزان الدعمة الهيدروليك عشان فيه واحد لما بوريه الدعمة الهيدروليك ليه كده يسرخ قال لي أنت كل ده هتدخله إزاي قال لي ده يبقى باين الكلام ده ما بيبنش خالص إحنا بيفتح فتحة 3 سنتي ما بين الخصيتين بنفتح على كده العضو الزكري بنحط الدعمات في العضو الزكري وبعد كده بنطلع بنحط الخزان ليه مكانين بنحط فيه إما بنحط وراء عضمة الحد قدام المسانة والبروستاتا أو ساعة بنحطها في في جدار البطن اللي أعلى كده في جدار البطن كل جزء من دول بيتحط في حتة بعيدة عن التالي كل آه وهو بقى بيتوصله بعض بكوننكترس كده معين ده بالنسبة للدعم الهيدروليك الطريقة التانية لتركيب الدعم الهيدروليك هي فتحة اللي هي في العانة ودي برضو دي بس في حتة قبل نروح للطريقة التانية الفضل جزء التالي ده هو جزء المضخة نفسها دي بتتحط بين الخصيتين بين الخصيتين في كيس الصفن بين الخصيتين أوكي وإحنا بنراعي أنها ما تبقاش بين يعني في بعض المرض برضو بيخاف أن هو مثلا مع زوجته أو كده يبان أو تشعر أن فيه زي جزء موجود في الكيس الصفن مش مزبوط فإحنا أو جزء غريب في كيس الصفن فإحنا بنحاول نحطها وراء الخصيتين وسأت حتى بنقرب الخصيتين من بعض عشان يبقى المضخة مستخبية وراءهم وهو مفروض صح أن احنا نحطه تحت الجلد قوي عشان يبقى سهل المريض أنه هو يستخدمه ولكن في بعض المرضى يقولك لا من فضلك أما حاجة ما تبانش فده بنضطر نحن نعملها له بطريقة مختلفة فيه طريقة بعد تانية في تركيب الدعمة الهيدروليك اللي هي بنفتح في العانة أسفل العانة ودي اللي أنا برضو اتعلمتها في طالع عند جابريل أنتونيني هو يمكن مشهور من أكبر ناس بيشتغل الأبروتش ده هو أبروتش لطيف وسريع وبين نزرع الدعمة بسرعة جدا ولكن محتاج شكل دعمة معين يعني لازم يبقى ليها مواصفات خاصة غير الدعمة الهيدروليك العادية ومش كل الشركات في مصر بتقدر أنها توفرها برا مصر طبعا في إيطاليا كل الشركات موفرها هنا مش كل الشركات بتوفرها عشان كده مش كتير قوي في مصر أن احنا بنزرع اللي هو بنفتح في العانة من تحت كله عادة 95% بنفتح ما بين الخصيطين دي الطرق بتاع ادخال الدعمات آه دي الطرق اللي هو إزاي بنفتح الجرح عشان ندخل أنا برضو عايز تسأل سؤال بالنسبة للدعمة الهيدروليكية تحديدا في ناس كتير بتسأل طب الوايرز أو توصيلات ما بين الأجزاء اللي ممكن يحصل فيها أي خلال حارك بص الدعمة الهيدروليك إحنا لما نتكلم على ميزاتها وعيوبها طبعا ميزاتها خطيرة زي الانتصاب الطبيعي مع الوقت بتدي طول بتدي عرض يعني فيه ناس حجم العودة الذاكري بيكبر مع الوقت ساعة العلاقة بينتصب بعد العلاقة الانتصاب بيروح فإزاي الطبيعة بالزبط والجودة الانتصاب ممتازة زي الطبيعة العين ما بيحسش بفرق خالص ولكن هي في الإسماء دعمة هيدروليك هي برضو التكنولوجي بتاعتها صعبة هي مش تكنولوجي سهلة يعني تخيل أنت الناس اللي اخترعوا الدعمة دي عملوا أبحاث قدي عشي قدر يوصلوا لها ففيه ساعات 10% أو 15% ممكن أن يحصل بها أعطال اللي هي الكونكشنز دي طبوز أو مضخ يحصل فيها مشاكل وأي دكتور عنده خبرة أنا مثلا عندي 15 سنة بركب بالدعمة الهيدروليك طبعا عشان ركبت كتير فأنا شفت حالات كتير مش هقول حالات كتير لكن فيه نسبة برسانتش فيه نسبة مقاوية هنقول حوالي 10% ممكن يحصل أعطال في الدعمة ولكن هو الفكرة كلها الدعمة ممكن يحصل لها أعطال بس أنت شوف الميزة والسعادة اللي أنت تبقى فيها بالدعمة الهيدروليك حاجة لا توصف حتى لو عطلت ما الشركات بتدي الضمان عادة مدى الحقيقة يعني بتختلف من شركة للشركة بس معظمهم بقولوا بدي في المتوسط 10 سنين وعشان المشكلة دي تحصل يعني أنا الصراحة من الشغل شفته أو يعني أقل فترة كان حصل فيها كان بعد 4 سنين من تركيب الدعمة ممكن يجي له واحد مركب قال له 9 سنين بقاله سنين شغال بيها فدي ما فاش مشكلة وبرضو لما جينا بنغير الدعمات في حاجات لقيتها من هي من سوق الاستخدام المريض بيشد قوي على المضخة فبيشد على الأسلاك فممكن بيحصل فيها زي مازع أو قطع فلقيتها أنها من معظمة أو نسبة كتير من سوق الاستخدام المريض للدعمات نفسها ولكن هي عليها ضمان بتتغير فاش أي مشاكل غالص إيه الجديد في الجراحة تركيب الدعمات؟ إحنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم في تركيب الدعمات دائما بنفكر إحنا عايزين إيه للمريض أنا كجراحة أو كطبيب يهمني أنا مش بس أعمل له عملية وخلاص أنا عايز المريض يطلع مبسوط بأقل ألم ممكن بأقل مشاكل ممكنة إيه المشاكل اللي هي نقصد أوله؟ هو مثلا يطلع بأسطرة يطلع مثلا بدرين اللي هو خرطوم كده بيتصرف الدم يبقى لازم أطور الطريقة الجراحية بتاعتي بحيث أخليه الألم يبقى محتمل فترته قليلة يروح بالمسكنات حاول على الأد ما أقدر أطلعه من غير مراكب أسطرة ومن غير درنقة ودي نقطة أنا هتكلم فيها مهمة جدا يمكن دي اللي بتميز مركز الأهواني الزكورة إن إحنا بنشتغل بطريقة جراحية العين مش بنراكب له درنقة بالوقتي أول حاجة عشان موضوع الألم إحنا عشان نعمل نقلل الألم عند المريض أنا أتكلم عن الضعم الهايدروليك عشان نقلل الألم عند المريض مهم جدا إن أنا لما بفتح من الجلد قد نوصل لعضو الزكري إلا أنا يبقى التوسع بتاعتي يتبقى بطريقة جيدة ما عودش أعور أو عود أن أنا زي ما نقول نكوي أو نقطع فيه الأنسجة لغاية ما نصل للعضو الزكري وخصوصا ليه؟ لأن الأنسجة دي فيه أعصاب والمريض بيجي له ألم من إيه؟ إن فيه الأعصاب دي إنها بتتعور فلما نيجي بنفتح في جوة العضو الزكري نفسه أهم حاجة يمكن دي اللي إحنا مشهورين بها بنسلك الأخشاء اللي لازقها على العضو الزكري نفسه إلا الباكس فاشة دي إحنا بنسلكها وبنفتح الفتحة في العضو الزكري على طول في الحاجة سمالتونيكا البوجيني أو الغشاء الداخلي بتاع العضو الزكري ولما يجي بخيط الجرح بعد كده ويبقى حوالي 2 أو 3 سنتي بنخيطه جزء من غير ما بقى ناخد الأخشاء اللي حوليها لفي الأعصاب ده بيقلل جدا للألم بعد العملية إن كل مكان التوسع أو إن احنا نوصل نركب العضو الزكري بدون أي إصابة للأعصاب أو الأنساجة ده بيقلل الألام اللي موجودة ولما نيجي برضو نحط الخزان بنحاول نحطها بسرعة جدا فيه دوقات اللي احنا بنحطها في جدار البطن دي برضو الألام بتاعتها بقت قليلة والمريض مش بيحس بها حتى المكان بنحطها برضو قدام البرستاتا يعني ورع عضمة الحوت برضو ما كانش فيها مشاكل خالص تالت حاجة دي بقى اللي احنا بنعملها إنه هو الجرح الداخلي بتاع العضو الزكري معظم الأطباء جوه مصر وبرا مصر همه بيبقى فاخدين غرز كده بيشبطوها بس بيبقى السل فيه نزيف بيحصل من العضو الزكري من جوه فبيحطوا درين لمدة 3-4 تيام وخلاص والنزيف ده بيقفوا الجرح بيقفل لا احنا بنخيطه كونتينيوس احنا بنخيط الجرح بنسميها ووتر تايت ليه ناس كتير لوخي تخيط كامل التخيط كامل ماينزلش منها نقطة دم فبالتالي المريض مش بيخرج عندنا بدرنق أو بدرين طب مشكلتها ايه بقى ان انت لو غرزة تاخدت غلط بوزة الدعامة فطبعا محتاج طبعا ان انت هتغير الدعامة على حسابك يا رصد هاي دي عشان كده كتير بيخافوا من الموضوع ده بس مع الخبرة وده انا دايما اقول للأسف انا مين علمني دعامات الهايدروليك ده زي باستنبيلي ده اشهد جراحة الذكورة في فرنسا في باريس وانت عافل فرنسويين الشوكة والسكينة في الجراحات يعني واحنا دايما في الجراحة معروف الجراحين انت بتشتغل طول عمرك زي اللي علمك فلان علمك جراحة بتفزل طول عمرك تشتغل بيه فهو بياخد الجراحة بيخياته من غير ما ينزل منه نقطة دم خالص انا اتعلمتها من وبقالي 15 سنة للشغال بنفس السيستم بتاعه ودي كويسة ان الحمد لله المريض حتى بيبقى مستغر بقولي اذا انا صاحب يعمله في مكان تاني وفضل في خرطوم خارج من خصية لمدة طبعا فيها احراج وده بيخليني انا اضطر احطه في المستشفى 4 او 5 تيام بعرضه ان هو نفسيا قاعد في المستشفى ممكن اعرضه ان يحصل التهابات بسبب وجوده في المستشفى فدي بتبقى من الحاجات المهمة التاني حاجة احنا لما بالدهاتي بيناحط الخزان في جدار البط خاصة موضوع القسطرة ده بيبقى مش محتاج ان العين يخرج بيها فدي كلها حاجات بتخلي احنا الكلام ده كله عشان عايز العين يخش يعمل عملية في نفس اليوم او تاني يوم انا عادة مخرج المستشفى تاني يوم يروح لأهله في البيت يروح لأصحابه وما يبانش ان هو عامل عملية الناس يسألوا انت عامل ايه دي حاجة مهمة جدا للمريض حاجتين الالم والتعافي بعد الجرح الالم عادة في الدعمة الصلبة بيبقى الالم اول 3 ا4 تيام بيبقى ورا الخصيتين ده مكان ما تضعمه وحطوط على العظمة الحوط بعدين بيخطف الالم ده وبيفضل وكده موجود عند الجرح الدخلي لجول عضو الذاكري بيستمر حوالي من اسبوع لعشر تيام ولكن بيروح بالمساكن ده بتبقى نقطة مهمة جدا التعافي اول حاجة حاجة في العشر تيام ده بيحسش وبينزل وبيروح وكل حاجة بيروح شغل بيروح بالمساكن يعني معناها في الوقت ده ما بيبقاش فيه الم ما بيبقاش فيه الم خالص ما فيش اي مشاكل خالص ولو ما خدش المساكن هيبقى فيه الم بسيط بس ببقى محتمل ولعين لما بيتحرك الالم بيقل أصلا بالنسبة للتعافي بعد عشر تيام بيختفي تبا بيبقى الدنيا ما فيش اي مشكلة خالص في معظم المرضى حاجة خلي بيقى مرضى السكر مقاسم عندهم التهفل أعصاب أعصابهم ضعيفة رينكي الالم بيقل بدل وعشان كده بقول تصبيت السكر قبل العملية بيقينة من مشاكل كتير بعد العملية بعد العملية بالنسبة لممارسة العلاقة بعد شهر ونص أو شهر أو شهر ونص على حسب الحالة بيرجع شغله بعد الأسبوع بيرجع حياته الطبيعية كلها زي قلنا بعد أسبوع أو عشر تيام بكتير فهي دي برضه عشان كده قلنا عملية الدعم ما بقيتش عملية جبيرة زي زمان والتعافي منها بقى كويس والألم ومضاعفاتها بقيت قليلة جدا إذا حضرنا لها كويس الجرح بعد العملية بيتتابعوا زي جرح الدخول الجرح نفسه المريض بييجي على حسن إحنا طعم الخطة تجميل العين بيجي بعدها بـ 48 ساعة بنشير البلاستر وبنعقمها له حطوا البلاستر مدة يوم أو يومين كمان وبعد كده بيشير البلاستر ويستحم أحسن حاجة تطير الجرح هي الماء والصابون دول أهم حاجة وفيه طبعا سبري مضاد حيو بيروش على الجرح مرتين في اليوم لمدة مثلا أسبوع عشر تيام بعد كده الدنيا بتقفل يعني عادة لو هو مريض مش سكر الجرح بيقفل في خلال 48 ساعة مريض السكر ممكن بيطول شوية مثلا أقول أربع أو خمس تيام عندما تدرس أو تعلم تلامستك الجراحة وهما وقفين إيه أكتر حاجة بتنبههم لها تقول لهم خلي بالكم هذا التركة التركة المهمة لما بعلم الدكاترة الزغيرين إن هو لما بيفتح الجرح في العضو الزاكري يبتدي يوسع في النسيج الكافي لازم يبعرف هو بيوسع فين ولازم يمشي بالديركشن إزاي لأن هو لو مش غلط ممكن عور مجرى البول ممكن يخرم تحت الرأس العضو الزاكري ممكن لو وسع تحت غلط ممكن يكسر عظمة الحوض دي أهم حاجة بداية التوسع الديركشن دي عملها كويس التجاهات التجاهات بتاعة الموسع نفسه يمكن إحنا برضو عندنا موسعات جديدة حاجة اسمها اليوراماكس يمكن على حسب علم إحنا الواحدين في مصر عندنا الموسعات دي ده موسع لتكنولوجي معاين أو تركيبة معاين هو بيوسع في النسيج الكافي من مرة واحدة لو في أي طالفات بيقطعها وانت ماشي دي طبعاً بتسهل جداً العمليات خصوصاً لو واحدة عنده تلايفات موجودة في العضو الزاكري أو في النسيج الكافي دي بتسهل جداً عملية تمشي بسرعة وبطريقة أمانة ونحن نوسع أكبر توسع نقدر عشان نحطوله أكبر حجم نقدر نحن نحطوله في الدعمات لو عنده بيروني هيبقى برضو مناسب ده أساساً ده إحنا إن شاء الله مفروض يعني في خلال شهرين جايين في بحث إن شاء الله ودهاتي بنكتب وننشره عن الموسعات دي في حالات البيروني في مصر وإنها إزاي يعني أنقذت الجراحة في حالات كتير الموسعات العدام كتش ماشية فيها كالعادة بتنورنا وتبهرنا مستوى عالمي طبعاً في الشرح والتفصيل لواحد من أهم الإجراءات الجراحية بتفاصيل دقيقة أظن أنتوا فهمتوا جداً فهمتوا حاجات كتيرة جداً فهمتوا يعني إيه تركيب دعامة اتجاهات تركيب الدعامة أو أماكن إدخال الدعامة وأماكن الجروح إزاي بنتعامل مع المريض مهمنا؟ فهمنا كلنا حاجة مهمة أو إن التجهيز هذا المريض ليه العملية؟ شيء مهم للغاية وعدم الاستعجال ده شيء مهم للغاية وعكسه بقى الاستعجال ده خطأ خطير للغاية في الإجراء لأنه فيه وانا ده كلامي بقى للشباب الأطباء واللي الشباب واللي الدكاترة اللي يعني سمعيننا زملائنا ما عليش ياخدوا كلامي جالك مريض وانت راجل متخصص وشاطئ ما تستعجلش ما تقولش الجملة أنا خايف المريض يسيبني يروح لحد تاني مش ده بيحصل؟ طبعاً ده خطأ جبار منك خد وقتك في تجهيز المريض وتأكد طالما انت تاخد وقتك والمريض حتى بيتأجله العملية عشان يزبط له السكر أو يزبط له الحالة اللي عمل جسمه المريض هيبقى شاكر ومتفاه من الغاية وانت كمريض ما تستعجلش ده قرار مهم جداً في حياتك انت مش رايح تشتري حاجة يعني تستغنى عنها انت مش رايح تشتري بدلة ولا رايح تشتري طاقم أميس وبطلون فانت بستعجل بسرعة ولا ساعة لا انت رايح تعمل شيء مهم جداً في حياتك وفي صحياتك ضيف العزيز الاسم العالمي الكبير السيد دكتور عمر الأهواني السيد سيسيبه جراحات الزكورة بجمال القاهرة دايما بتنوروا مشاكلين جداً مسيد دكتور عمر شكري الزوء حيكاً الله يحفظ خليكم دايماً معناسي حيكاً الأستاذ الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار خمسة وعشرون بحثاً منشوراً دولياً أكثر من مائة بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية أهلاً بكم بلا شك نظر نعمة كبيرة جداً وطبعاً من ضمن يعني سبحان الله يعني من ضمن حاجات اللازم تقفت تقول قدامها سبحان الله هي طبقة الدموع اللي على الآيان هي حالة التروية اللي موجودة للعين العين ترتوي دائماً ولذلك أنه قدام قدام التروية اللي في العين دي في مشكلة ضخمة جداً اللي بيعاني منها بيعاني مؤعناء شديدة جداً وهي هجفاف العين لعين مشكلة بيتدهي كثير أوي بيتدهي كثير أوي وستغرب ان العرض بتاع جفاف العين ان الانسان بيدمع كتير. استغرب جدا لما وعدت ليه بيت دموع نزلة 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 قدامك ويقولك انا عندي جفاف في العين فانت تبصره باستغرب لانك مش فاهم. تقوله جفاف مين يا باشا ده دموعك نزلة مالة الحتة اللي احنا عادين فيها. فده برضو محتاجين نفهمه. ازاي واحد يشتكي من جفاف رغم من جفاف العين رغم انه هو دموعه منهامرة بشكل يعني لارادة. طبعا في دراسات اه مهمة جدا بتقول انه اه 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 جفاف العين مرتبط بالصداع النصفي او من الصداع النصفي واحد من اسباب جفاف العين. برضو ده ما حكيته مهمة. برضو اه مهمة جدا انه الناس اللازم تاخد بالها من غسول او غسيل الجفون. ثقافة استخدام الاطارات المرتبة للعين. ما فيه اطارات مرتبة. واحد الشي يقول لي اي احط اطرة في عين يترتبها. لا مش كل اطرة طبعا تنفع. يعني في اطارات المرتبة دي هي الاطارات الوحيدة اللي ممكن تستخدمها من غير رشتة. ممكن تروح تجيب اطارات مرتبة تحطها. بس برضو هسأل ضيف العزيز ناردة هل ممكن اروح اجيب اطرة مرتبة للعين. من غير شتة يعني ده والد ولا ده تصرف غير صحيح. وطبعا ما هيك عن اه اه ثقافة استخدام الاطرة نفسها. ده ده شيء مهم لازم نتعلمه. نهاردة حلقة مهمة جدا لانها في واحدة من اشهر الحالات المرضية اللي مضى في مصر مع ضيفي واحد من اشهر طبعا اكيد الاسماء الجراحية المتعلقة بعالم جراحات العيون وعالم العيون عموما ضيفي العزيز الاساس الدكتور رحمد عسان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. رحشني والله. الله يخلي. عايز ابدأ بس الاول معاك. العطارات اللي هي اللوبريكانت اللي هي دي. دي ممكن روح اجيب ايضا رشدتها ولا? اه. عادي. اه ممكن دي. انا اخدتها منك والله. فاكيرها كويس. اه. اه. انت قلت ممكن. اه مش في مصر بس دي على مستوى العالم. ممكن يخش دي الحاجات القليلة قاوي دي ممكن اه. يخش الصرابلية وعايز اي اطر التنزيل. لها اي فريش والفريش. الزبط. الحاجات دي بتبقى حتى بيسميها اون شلف. موجود على الرف انت تسحب زي سوبا ماركت بتسحب الاطر وتحط منها. هي المشكلة بس ان الاطرة كل الاطرة اللي هي تركيب مختلف شوية انا الاطرة اللي جنبيها. فممكن ما تفيدكش يعني اه جفاف العين دلوقتي يبقى الموضوع تطور مجرد ان الدموع النفسية قليلة او بتتبخر بسرعة لا ده تركيب الدموع نفسه بقى مختلف. فعايزين نعرف نعوضه بانهي مركب. اه في اطرات وفيها مركبات اه اه بنسب مختلفة شوية صغيرين عن الاطرات اللي جنبيها. فانت لو حطت اطرة ترطيب عادية خدت اطرة كده شكلها عجبك العلبة شكلها عجبك. ممكن تفيدك وممكن ما تفيدكش لك مش هتأذي. انا بطمن الناس ممكن تاخد اي اطرة ترطيب من الصيدالي يديك اي حاجة عنده ما تعتردش يخد اي اطرة ترطيب لما تحس بحرقانة وشكشكها دي اطر اي حاجة تقدر تستخدمها مؤقتة لو قاية لما تروح للدكتور العيون تشوف المشكلة بالزبط ازا كانت مرتبطة بجفاف العين ولا قد يكون مقدمة الاتهابات فيروسية او بكترية في العين. اه. دي اطرة الترطيب خليبالكم بس عشان القطرة اسمها قطرة الترطيب بتاعت العين. بالزبط. اللي هي فريش ريفريش اي فريش الحاجات دي كلها. اللي هي بديل الدموع. البديل الدموع. بالزبط. ما معها بي جفاف العين. جفاف العين اشهر مرض عيون دلوقتي على مستوى العالم وللأسف اكتر مرض مش واخد حقه. واكتر حاجة تقريبا كلنا بنسبة تيمكن مية في المية كلنا بنوعاني من جفاف العين باعراض مختلفة. مفيش حد من السادة المشاهدين هيسمع الاعراض يقولك انا محاسدش بيها. مفيش حد فينا محاسش في يوم الايام يعني بتبقى حمره بتروح وتيجي كل شوية. محاسش بحرقان قدام شاشة الكمبيوتر من حينا لاخر. او ماسك الموبايل بيحس بزغلالة من حينا لاخر والتهابات في الجفون بتروح وتيجي كل شوية. في بعض الناس اللي بيشتغلوا بالليل بيسوقوا عربية فترات طويلة زي السوائين وهم محترفين ممكن يجي على اخر الوردية بتاعت ويلاقي الدنيا مشبره قدامه ومش علشان نظره ضعيف قدم على علشان طبقة الدموع نفسيها حصل الجفاف في العين وبالتالي ما بيبقى الشايف كويس. فاعراض جفاف في العين بتتروح ما بين حمرار حرقان شكشكة تدميع بالعين من حينا لاخر مع شبورة وزغلالة في الرؤية كلنا بنعاني بالاعراض دي بدرجات متفاوتة وبنسب متفاوت. مفيش حد فينا بيسمع كلام بيقولك ما حاسدش بحاجة من حاجة. دي لا بيحس وساعات ممكن كمان يكون فيه اكلان في العين. فدرجات جفاف العين موجودة عندنا كلنا بس بدرجات متفاوتة. الاسف كل ما بنسمع كلمة الجفاف العين اخد قطرة ترتيب وخلاص. المريض في بعض الاقوات بيبقى محبط جدا نقولك ما انا استخدمت قطرات ترتيب ومش مستريح. ما انا خطأ قطرات ترتيب كتير ومش مستريح. نقول له معلش هتعيش بيها حياتة كلها اوكي ماشي اه بس انا مش عارف هستخدم القطرة وامتى اوقفها يعني انا هقض حط القطرة كل ساعة نقول له اه حطها كل ساعة. تبقولك طبعيش ازاي. يعني مش معقولة ماشي بالاطرة كل ساعة حطها في عناية. علشان اعرف ابقى اركز في شغلي او في في عملي. بيبقى حاجة مزعجة وابت بتشدد التفكير والانتباه وبتبقى محبطة جدا جدا. هي مفيش تأثير سلبي على المدى البعيد للعين. يعني مش هتأثر على حاجة في النظر او في الشبكية. يعني حالات نادرة اوة ممكن تعمل قرح في القرانية وتؤدي الى مشاكل لكن دي حالات نادرة اوي. لكن هي مزعجة. زي الحاسسية تاعة لاي. يعني عندك اكلان في لاي. طول النهار حاسب اكلان وعايز تهرق تغرش يديك في عينيك. مزعج جدا. فاحساس الحرقان والشكشكل هو عراض الجفاف مزعج. والتطور دهوقتي اللي حصل ان بقى انا نعرف ان الجفاف ده ليه انواع كتير. وبقى انا نعرف نشخصه احسن. ونعرف المشكلة فين. ونعرف نعليجها ازاي. افهم من الكلام دوت. انه الجفاف مرض في حال ذاته. ولا ممكن برضو افكر ان يكون عرض وراه قصة تانية ومرض تانية. هو دايرة مفرغة. هو مرض. في حد ذاته. وعرض. يعني هو ممكن يكون فيه التهابات في العين في انسجة العين. وبقصة بتكون ساعات التهابات منعية بتعمل جفاف. والجفاف في حد ذاته بيعمل التهابات في العين والالتهابات الفلين بتعمل جفاف. فهي دايرة مفرغة. فالجفاف في حد ذاته ممكن اعتبره كمرض. ممكن اعتبره كعرض. والاتنين بيوصلوا بعض المرض بيقدي الى العرض والعرض يرجع تاني يسمى على المرض فدايما واشهر العرض طبعا الاعرض هو الحمرار في العين مش مجرد ان العين تبقى حامرة بس ومحرجة لأي شخص بيبقى كمان معها حرقان وشكة بالعين ودي بتخليك مش مبسوط خلي بالكم الناس كتير اول ما بتبص لقي واحد عينه حامرة بيعتقدوا انه شارب مخدرات محرجة محرجة بناس كتير جدا وبالذات لما يكون عندك مناسبة اجتماعية فرح او مناسبة زي كده هو تقولك طبعا انا عناها حمرة مش عارف اعمل ايه يعني وطبعا ولو بنت بالذات ولو بنت بالذات وطبعا بيزود في الموضوع ده ان اللايف ستايل بتاعنا او الاسلوب المعيشي بتاعنا اختلف تماما عن السينية اللي فاتت احنا كلنا بنخلص شغل معظمنا الوقت بقى انشتغل على شاشات الكمبيوتر شاشات الكمبيوتر من اشهر العوامل اللي بتعمل الجفاف في العين مش معنى كده ما نعودش قدام شاشة الكمبيوتر لك ما فيش حد ههمنا عنه يقولك ما عودش خلاص بقى لأ هترجع للكتاب والورقة والقلم لأ طبعا لكن احنا دايما المخل ما بينتبه لشاشة الكمبيوتر بيحاول يفسر البيكسلز اللي هي النقطة الصغيرة دي اللي هي بتشكل الحرف او الشكل بياخد منه مجهود فيه نوع من انواع البروسيسنج اللي فيها من انواع التفاعل ما بين العين وما بين المخ بيخليك قاعد مبرق على شاشة فترة طويلة وده بيخلي طبقة الدماء تتبخر بسرعة تخلص شوالك ع الكمبيوتر تأخذ النهار لعليك حمرة زي الكبدة زي ما بيقوله كده هو ده بسبب الجفاف اللي في حاجة تانية عايزة انبه عليها ان احنا بنخلص الكمبيوتر من هنا هوت بنرجع نمسك الايباد او الموبايل نوعا نلعب شوية على الفيسبوك والواتس ايب نخلص كده هوت نخش على اليوتيوب من الموبايل هو اسوأ كمان من الكمبيوتر اخلص قبل ما انام اتفرج على التلفزيون شوية صغيرين انام الساعة 3-4 الفجر قاعد طول الوقت ده بفتح حناية طبقة الدماء وتتبخر قاعد كمان في تكيف والهواء اللي جاي من تكيف ده هواء جاب بيساعد على تبخر الدموع ما بشربش مياه كفاية فيه ادوية بتساعد على حدوث الجفاف في العين ادوية الحساسية بالمناسبة بتاعة على حدوث جفاف في العين عدسات لصقة سواء عدسات لصقة طبية او عدسات لصقة للالوان بتساعد على حدوث جفاف في العين كل الحاجات اللي بن عملها في حياتنا طبيعية الحياتنا اليومية العادية بتؤدي الى طريق واحد هو جفاف في العين الانواع والأثر كورز لو فيه أثر كورز طبقة الدموع دلوقت هي عبارة عن تلات طبقات طبقة من الميوسين او المخاط وطبقة المية اللي هي بتغزي القرنية بتاعة الاين وطبقة تانية عشان تحافظ على الدموع أو المية دي ما تتبخرش بسرعة بنسميها طبقة زيتية زي ما موجود في الرسم اللي لنا قدامنا فعندنا التلات طبقات التلات طبقات ده لازم يكونوا موجودين طبقة منهم مش موجودة هيؤدي إلى حتوز جفاف لين لو طبقة المخاط مش موجودة الدموع دي مش هتبقى مفروضة على سطح القرانية لو طبقة المية مش موجودة اللي هي الطبقة الأساسية تاعت الدموع ده ما فيش دموع ما فيش غيزة للقرانية هتؤدي إلى تلايف أو تلف فيه الخلايا السطحية طبقة القرانية ممكن تؤدي إلى قرح لو انت عايز تحافظ على سائل وعايز تخليه ما يتبخرش بسرعة حط عليه زيت هنا ربنا سبحانه وتعالى حطلك طبقة زيتية على الدموع عشان تحافظ على الدموع ما تتبخرش بسرعة لو الطبقة الزيتية دي مش موجودة بالتالي الدموع هتتبخر بسرعة وهيجي لك برضو أعراض جفاف لين العلاقة الوثيقة ما بين العدسات وجفاف لين العدسات زي ما مكون انت جاي عندك طبق عندك انت الأكل بتاعك هو على قدك انت بالزبط فانت جاي بتضيف معاك بيأكل من نفس الطبق بتاعك انت ما زودتش المقدار للطعام أو الأكل انت بتاكل عندك إزازة مية هتشربها النهاردة رح تجايب واحد تاني زميلك هيشرب معاك من إزازة المية دي فبالتاني انت هتشرب نص الكمية بتاعتك مش النهاردة بس طول ما انت بتستخدم العدسات اللاسقة بتشارك العين في الغيزة بتاعها بتشارك العين في المية بتاعها كل العدسات اللاسقة اللايينة فيها نسبة محددة من المية ودي دايما نتحافز علشان تحافز على عيونة العدسة هتاخد مية منين هتاخد مية من الدموع بتاعت العين نفسية عشان تخلي العدسة دايما لينة جوه العين ومتتدايقش فبالتالي هتؤدي إلى جفاف العين أنا مش معنى كده بقول ما تلبسوش عدسات لاسقة لأ ممكن نلبس عدسات لاسقة بس نعالج جفاف العين او نستخدم هنا قطارات مرتبة مع العدسات اللصف اتنين عينين جايين الاتنين بيشتكوا من قان حمرة واحد عنده حساسية والتاني عنده جفاف هم شبه بعض الفرق بينهم ازاي الفرق بينهم كان الاول بيقول والله الاعراض انت بتشتكي من ايه بيشتكي من اكلان اكتر ولا الحرقان اكتر يقولك اكلان اكتر بيقول ده عندك حساسية لو حرقان اكتر بيقولك لا ده انت عندك جفاف العين الموضوع فيه تشابك فالتطور اللي حصل ده وقت يبقى عندنا اجهزة بتقيس طبقة الدموع في العين ومش طبقة الدموع بس بتقول كمان انت عندك جفاف وبتقولك الجفاف ده سببه ايه ان الطبقة الفلانية دي هي اللي فيها المشكلة سواء طبقة المخاط او طبقة المية او طبقة زيتية اللي موجودة على سطح الدموع الدموع من اهم السوايل اللي موجودة في جسمنا اولا دي مسؤولة عن حدة الابصار ان شعاع لما بيجي قابل العين مش هيقابل القرانية هيقابل طبقة الدموع لعلق القرانية لو طبقة الدموع دي مش سليمة انت هتشوف الدنيا مزغللة وعشان كده من ضمن اعراض جفاف العين شبورة الحاجة التانية ده الغزة الاساسي بتاع القرانية اللي هو اول خط مناعي بيقابل الميكروبات كمان الدموع فيها مش مجرد غزة ليه القرانية بروتينات او املاح او مية لا ده كمان فيها خلايا او فيها مضادات حيوية مضادات حيوية عشان انت برضو تدافع عن سطح العين من المؤثرات الخارجية او من الميكروبات فبالتالي الشكوى نفسيها ما بقيتش مجرد حرقان ولا شكشاكة ما بقناش نعرف نفسر قوي من مجرد شكوى بتاعت المريض لازم يتبعها فخوصات علشان نقدر نحدد هل فعلا فيه جفاف العين ولا لا او ايه هو نوع جفاف العين مش مجرد انا بقول انت عندك جفاف والنقطة على السطر لا اعرف نوع جفاف العين عشان كل نوع هيباليه طريقة معينة فيه العلاج بتاعها بعض الناس تستخف بجفاف العين وما تعرفلوش او تتعتقد انو حالة بلا مضاعفات هل هو حالة بلا مضاعفات نقدر نقول الكلام ده اه ممكن مالوش مضاعفات بمعنى مضاعفات يعني حالات ندرة قوي ممكن يحصل قرحة في القرانية لكن مش عايزين نرعب السادة المشاهدين لا مش ندرة جدا لكن هي حاجة مستفزة حاجة مزعجة انت طول نهار انك حمراء وبتحرقك والموضوع ده مش مثلا بيجي موسمي زي الحساسية بتيجي فترة تغيير الفصول مع الربيع وخلاص لا ده بيجي في الصيف وبيجي كمان في الشتاء علشان احنا كلنا حياتنا الاسلوب المعيشة بتاعنا مختلفة عن زمان فبنصهر كتير بنقود قدام شاشات الكمبيوتر كتير وموبايل كتير فعراض الجفاف بقت مستمرة سواء في الجو الحر او في الجو البرد يعني كان دايما نقول الجفاف هو في الصيف اكتر والشتاء قال بس احنا طول النهار في تكييف سواء صيف او شتاء طول النهار عادي قدام الكمبيوتر صيف او شتاء طول النهار بينلعب على الموبايل صفة وشتا فبالتالي اعراض الجفاف بقت موجودة على مدار السنة كلها. هو السن فصول دخل طبعا بها. يعني احنا دلوقتي ما احناش عارفين احنا في صفة. انا مش عارف. انا مش عارف. اصحبت بقى عايز تشتي. الصبح عادي الدنيا حارة بتنزل. خلاص. ودرب النادي اللي هي كان لابس نص كمه من ايه. فماش. طبعا بالزبط كده هو. يعني يعني طيب لو احنا اقررنا شوية من التشخيص. تشخيص هل تشخيص ان دي حالة الجفاف مش حسية ولا تشخيص للدرجة ولا تشخيص للنوع. لا تشخيص للنوع وتشخيص للدرجة. يعني دلوقتي عندنا ممكن حتى نبين في على الشاشة كمان شوية. نبين ازاي ان احنا عندنا اجهزة جديدة كتيرة جدا دلوقتي بتشخص. ده تقرير مسلا حتى بيطلع بيقولك انت فاني مرحلة بيديك حتى زي اشارات المرور اخضر واصفر واحمر. لو المؤشر بتاعك في الاخضر فانت في السليم. لو انت ناحية الاصفر فانت خلي بالك انت عندك مشكلة ومحتاج علاجة. لو الاحمر يبقى المشكلة بقت اكسر عنفا ومحتاج تدخل سريع علشان كده ممكن يأثر على سلامة القرانية بتاعتك. ده تقريد ده مسال للتقارير ممكن تظهر دلوقتي. الكلام ده ما كانش موجود من كام سنة. كنا بيقول انت عندك جفاف وخلاص تشخيص كلينيكي بحت لك دلوقتي بقى ايدي عندنا اجهزة بتطلع علينا ارقام. اه الاجهزة دي بالمناسبة انا بحب طمن السادة المشاهدين ان هي مفيش حاجة هتخش في العين مفيش حاجة هتا هتلمس العين دي كلها عبارة عن كاميرات بتصور بتصور سطح العين وبتقول لنا طبقة الدموع دي اخبارها ايه وبتقيس بالزبط طبقة الدموع وتقول لنا درجة الكفاف ايه وجاي بسبب ايه. اه ايه معدل بربشة? اه معدل بربشة انت المفروض انت تتغمض وتفتح هناك زي ما موجود هنا في الشاشة هنا هوت على الفيلم كزا مرة في الديئة ممكن اقول 18 مرة ده المعدل متوسط. لكن احنا بعض الناس بينسوا يعملوا الحركة دي. هو ده مهم جدا عشان بيساعد على طبقة الدموع ان هي تتوزع بشكل تلقائي او بشكل متساوي على سطح القرانية وبالتالي اعراض الكفاف تبقى قليلة. لكن لو انت تبقى تنسى الموضوع ده او تمتبه على شاشة الكمبيوتر وما تاخدش بالك ان انت تعمل تغمض وتفتح هناك كل شوية. فبيحصل جفاف في العين ان ده بيخلي الدموع تتبخر بسرعة. فمعدل البربشة اللي هو ده مهم جدا عشان كده دايما بننصح السادة المشاهدين او اي حد عنده جفاف في العين يقول له ما تنساش تبقى تغمض وتفتح عينك. الحاجة التانية الجهاز دلوقتي بيقيس كمان انت مش مجرد معدل البربشة بس بيقيس كمان انت بتغمض عينك فعلا مية في المية ولا لا ان في ناس بيغمضوا عينيهم مسلا نص تغميضة ويبقى لسه فيه جزء من العين مكشوف. مهم. فبالتالي البربشة او التغميضة بتاع تلاقيين ما قدتش الوظيفة بتاعتها ان هي تفرط طبقة الدموع بشكل متساوي على السطح القراني. فهنا كمان بينا مش مجرد انت بتغمض كم مرة في الدقيقة لا انت كمان هللت المرة الواحدة دي مظبوطة فعلا مية في المية ولا انت بتكارويت وما بتغمضش ايه كويس. ده بقى بنقيسه دلوقتي بنعرف بالزبط كمان. انا بقى ايه انا بقى بربش كتير. انا اساس. ده كويس. ده كويس. اه. اه. انا بتفكر ان ده مش حلو. لا ده كويس بالعكس تغمضوا تفتح ايه ده كتير وبنقول دايما الناس بتنسوش تغمضوا وتفتح ايه وبالذات اللي بيعودوا على الكمبيوتر فترات طويلة. في قونها زمان تلسمها يا غمط يا وردة فتح يا ازاي نقيس الطبق ازيتها بتاعت الدموع? صعب جدا كان اياسها قبل كده هوت لكن دلوقتي عندنا طبقة الزيت دي بقى تتشاف بآآ ليزر انترفيروميتر ده حاجة معقدة شوية بيشوف لك الطبق نفسيها على سطح الدموع بتبقى ليها الوان زي ما انت جبت نقطة زيت بيبقى ليها الوان لزي الوان الطيف موجودة على المية. دلوقتي الجهاز بيعرفي اسها يقول لك الطبق دي سمكها قد ايه? وهل هو في الرينج الطبيعي في المستوى الطبيعي ولا لأ? هنا بالزبط ده في هذه اللحظة بالزبط احنا بنقيس مقدار سمك الطبق الزيتية على سطح الدموعين. بالعين المجردة صعب الكلام ده قوي نعمله لكن الاجهزة دلوقتي بعدها عندنا اجهزة دقيقة جدا بتشوف الطبق دي وبتسهلك بالمايكرون اللي هو بالجزء من الالف من الميلي وتقول لك ازا كان فعلا انت عندك مشكلة في الطبق الزيتاية ولا لا? الطبق زيتة دي بتفرز من خلية دهنية موجودة في الجيف والخلية الدهنية دي صحة الخلية مهمة جدا. لو الخلية دهنية دي حصل لها حاجة هتقلل افراز الزيوت اللي موجودة على السطح الأيين وتعملها جفاف الأيين. في حند هنا حاجة تانية اسمها القناة او الخلايا الدمعية الخلايا الدمعية دي لو ما بتفرزش الدموع المية بتاعت الدموع بتؤدي برضو الى حدوث جفاف الى اين فعندنا انواع كتير وعندنا موضوع معقد ما بقاش دي بقى علم في حد ذاته ما بقاش زي الاول جفاف في العين ولا لا عشان كده حتى سموه دلوقتي حاليا او امراض سطح العين مش مجرد جفاف لا ده بتؤدي الى مشاكل تانية محتاجة طبعا تدخل تدخل ما بقاش عبارة عن اطرات مرطبة بس بقنا نعمل جلسات لتنظيف الجفون من الدهون الزيادة عشان دي تعمل اتابات متكررة في العين ممكن نعمل حاجات سيدادات للقناة الدمعية نحافظ على الدموع فاتر اطوب نحاول نعوض المركب لنقص في الدموع بتاعت العين بحيس ان احنا ندي فرصة اكتر ان عراض الجفاف دي تقل الهدف بتاعنا ان احنا مش هنلغي الجفاف مية في المية مفيش حد يقدر يقول انا عاركت الجفاف بنسبة مية في المية وخلاص خد الدول فلاني وانت او الاطرات فلانية وانت كده خلصت لأ لازم نبقى فاهمين ان الجفاف دي عامل زي الضغط والسكر انت هتمشي على علاج طول حياتك بس مش هايزينك بدأ ما تستخدم الاطرات كل ساعة يوميا ممكن تستخدمها مرتين تلتة في اليوم اربع مرات في اليوم تزيد او تقل على حسب انت سهرت ولا لأ تزيد او تقل على حسب انت تعرضت الحرارة زي حرارة البوداجاز او في الصيف ولا لأ بس انت عايش حياة لطيفة لكن انا اديك دا وقولك يمشي عليه مدة شهر وانت كده اتعالقت من الجفاف الكلام دا مش فيحصل عشان برضو الناس ما تتوقعش ان احنا وصلنا مرحلة نعالج الجفاف نهائيا لا الجفاف حتى هذه اللحظة انا بشبهها بسكر او الطهر بس بتاخد العلاج ثم انت بتاخد العلاج بتسيطر على العلاج الجفاف اول مرة بنفسه ما بتاخدش العلاج هتظهر لك الاعراض دي تيه الخلايا ازي تيه ايه الهي من بوميانجلاند الخلايا الموجودة انا بكلم ع السلسطة انا عارف بقى انا عارف الخلايا موجودة في الجفون في الاربع الجفون عندنا الخلايا موجودة بتبقى ماشية زي عواد الكابريت متوازية مع بعضها ممكن اعتقد فيه صورة ممكن تظهر دلوقتي اهي انا هو دي متصورة اي نهوة الخلايا الزيتية اه مفروض الطبيعي تكون زي عواد الكابريت جنب بعضها لما تكون متل اخبطة بالمنظر ده مفيش خلايا جنب بعضها لون اللا بيت ده مش الخطوط دي مش جنب بعضها بالزبط بتعرف ان انت عندك مشكلة في الخلايا الزيتية وساعات كمان بتبقى فيه ضمور فيها وبالتالي الافراز الدهون او افراز الطبقة الزيتية بيبقى قليل جدا وبيأثر على كفاءة الدموع وبيأثر على جودة الدموع اللي موجودة على سطح العين السؤال بقى المهم هل فيه درجات لجفاف العين تختلف بينها وبالبعضها لكن كل ايه طفقة بتاديك مؤشر بيقول لك ت juntك جفاف العين من الدرجة الاولى التانية التالتة او بيديهلك بنسبة بيقول لك انت عندك جفاف العين بنسبة 39% لا بنسبة 45% لا بنسبة 70% او بالنسبة عشرة في المية او مفيهش جفاف في العين وده نادر طبعا اه 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 ادرجة جفاف في العين فيه اجهزة بتقسه دلوقتي حالين اه طبعا بتقسه وتقولك مشكلة فين بالزبط عشان يبقى سهل في العلاج بتاعه كنا الاول بنعمل زي يعني ده مانظر الخلايا هنا هوت ده الخلايا الزيتية او الدهنية هنا مش مضبوطة قوي المفروض تكون متوازية مع بعضيها هنا متلخبطة شوية صغيرين عشان كده المؤشر لو خدنا بالنا المؤشر ساب الله خضر ودخل على الاصفر ده معناها فيه عندنا مشكلة هنا هوت الخلايا دي ما ندارش نعوضها لكن منحاول نعوض الافراز بتاعه هي الطبقة الزيتية دي منحاول نعوضها باستخدام اطراف معينة عشان تقلل اه التبخر سرعة تبخر الدموع من الى ايه دايما الفرق من عيون الشباب وعيون الناس الكبار السن بتكمل فيه جعلها تحمر بترجع اكبر واحساس الجفاف بيكون اعلى في كبار السن لما بيحبوا يعملوا يعني واحد كبر ويجيبوه هو صغير وهو كبير زي مثلا جرين مايل بتاع اه طوم هانكس هو صغير عين تمام كبر في السن عين بين انها عين عجوزة محمرة بتدمع علشان فعلا درجة الجفاف بتزيد مع السن برضو مع لخبطة الهرمونات خاصة في السيدات بعد سن اليأس ممكن يحصل برضو جفاف في العين ببقى اكتر عرضة في السيدات اكتر منها في رجالة الكلام ده مظبوط مية في المية معدش اذا الجفاف قاصر على كبار السن عالشباب كمان ده بتشوفو كتير جدا في الشباب بسبب الاسلوب المعيشي المطلخبط احنا كنا زي امان متعودين ان التلفزيون الساعة تسعة بتقفل بالليل ويتنام على طول دلوقتي مفيش طفل صغير الا ما يشكي بيقفل الساعة تناشى بيقفل الساعة تناشى لا ويا لت بعد ساعة تناشى ايه ده احنا بيقفل حداشر او تناشى لا احنا كنا بيتطفل التلفزيون والنام اه اه لا تقعب في الام الدراسة ناشى الاخبار تسعة وتتنام دلوقتي مفيش حد بيجي لك مفيش ابا وام بيجي لك ابنه اللي يقولك عينيه حمرة ومش عارف اعمل ايه هو عنده ايه نقول له انت بتقعد على الكمبيوتر او موبايل قد يقولك ما بيسبش الموبايل ده بيقعد كمان منخش عليه القضة بالليل ليه مسك الموبايل هو نايم في السير وعمال اقعد عليه طب انت عايز ايه طب ما لازم يبقى عنده الجفاف وتبقى عنده حمرة تاني يوم الصبح فطبعا بنشوفها في الاطفال مش في الشباب بس بنشوفها في الاطفال في جفاف في الليوم ده كان حاجة كانت ندرة جدا من زمان نورتني وشرفتني واسعدتني كالعادل الله يخليك نصيحتي للشباب ما تستخدموش كمبيوترات ولابتوبات وعيبادات وموبايلات كتير تفتكر حد هيسمع؟ عدش ولا انا ولا انا هول موبايل اهول حد بعثلي على الواتساب في الجروبات جروبات خمسمائة جيوب انا فيهم نورتني الله يخلي ايدي موبا خليكو دايما مع ناس الحالة المعنى بالنسبة للبسطاء او للعام يبدو واحد تجميل الابتسام او تجميل الاسناء تجميل الاسناء بيفرق في نفسية العيان جدا جدا انا اسعد لحظة في حياتي لما اشوف عيان جاي نفسيته وتعبانة بسبب اسنانه وفجأة نفسيته تزبطت بسبب ان شكله بقى حالي مشكلة كبيرة قوي الاخطر من فوجدان الاسنان من ان انا معرفش اكل التراهولات اللي بتحصل في الوحوش التكنولوجيا بتبقى تكنولوجيا بائدة بعد سنة من استخدامها الاسنان تجري جري الوحوش احنا بنشتغل على الاسمايل مش بنشتغل على الاسنان وده اللي المفروض كل دكاترة الاسنان يشتغلوا عليه الفينير حاجة حلوة قوي الناس بوزت سمعاتها شوية تقبل اللاسة للتركيبة هو ده اللي يفرق دكتور عالدكتور يروح يجيبوا بيكاربوناتو ويعودوا ويشتر موز اه ويعملوا خلطات والفح اه هتبيض على فكرة لمدة يوم واحد وهتسود بعد كده الدكتور عبدالله متولي اخصائي تجميل الاسنان مؤسس مركز برايتي للاسنان عضو الجمعية الامريكية لتجميل الاسنان عضو الجمعية الالمانية لزراعة الاسنان موسيقى ضيف العزيز دكتور عبدالله متولي اخصائي تجميل الاسنان والمؤسس لمركز برايتي للاسنان وعضو الجمعية الامريكية لتجميل الاسنان والمصمم السماء المعتمد من البي دي سي بانجلترا اهلا بيك دكتور عبدالله ازاك دكتور ايمان انت اكتر الله نفسي يعني معاناة الناس عالى الكاميرات وزاي تحوله وصممت بالاسنان احنا هبنحاول نعمل ده يعني انت بتحاول تعيش الاحساس دي صح؟ احنا هبنحاول كل مرة لما بنيجي نتكلم ان احنا انت هتلاقي نص اللقاء ما بنتكلمش عالاسنان اكتر ما بنتكلم على الحالة النفسية وشكل العام للبشنط مش بتكلم بس عالسنان انت هتلاقيني بتكلم على تأثير السنان في الشكل العام في سنه في حالته النفسية في كل حاجة الموضوع ما بقاش اسنان بس انا بقيت مسؤول ان انا خلي الناس شكلها كله حلو الناس نفسيتها كلها مبسوطة انا دلوقتي ما بقيتش مسؤول ان حد موجوعه يخفر دي ابسط حاجة انا دلوقتي مسؤول ان انت عندك مشكلة ما وانت بتضحك مثلا بتحط ايدك على بق مش عارف تاكل كويس عندك مشاكل في الثقة في النفس عشان شكل ابتزمتك انا دلوقتي ده اكتر حاجة شغلة بالي ان انا عالج الموضوع ده بس فما بقناش نركز اوي على الاسنان في اللقاءات بقنا نركز على الفيس ككل او ده ده الترند اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي ان احنا منركز على شكل العام للعيان هل تجميل الاسنان يقدر يتحكم بسن الانسان ده تجميل الاسنان هو اهم عامل في تحديد سن الانسان ليه انت دلوقتي اه الوش بتاع الانسان ده متقسم تلات اجزاء جزء اللي فوق وجزء التاني وجزء الاخير اخر تلت ده هو اللي بيتغير في شكل الانسان يعني القورة مع السن حجمها مش بيظهر المسافة من العين للبق حجمه مش بيصغر ايه المسافة اللي بتصغر او بتتأثر هي المسافة اللي بين الشفاف لحد الدقن اللي داحت دي اللي موجود فيها ايه الفكين والاسنان فايزا مع تقدم العمر ايه اللي بيحصل الاسنان بتتاكل العظم بيتتاكل بيبان الانسان اكبر في السن احنا مثلا لو شفنا حالة زي دي الحالة دي انت من النظرة الاولى كده تديها كم سنة او تديها ان هي في سنة قد ايه خمسين خمسين ده بالزبط عندها واحد وخمسين سنة طيب انا الحالة دي الحالة دي لها قصة والحالة دي جات العيادة اه كانت عند دكتور قابلي بتاع اسنان بص بقى الخطة العلاجية اللي قالها ايه قالها انت بصي شايفة الحالة دي مبدئيا نتكلم على الاسنان وبعدين نتكلم على الوش كله مبدئيا كده نحية اليمين في سنتين طلعين فوق قوي ونحية الشمال مفيش طب ده اصعب من لما يكون في الناحيتين في مشكلة لما يبقى في نحية واحدة مشكلة بيبقى اصعب انها نظبط الناحية التانية لو الاتنين في مشكلة بسيطة الناحية يمين الشاشة بالزبط اللي هي شمال العيادة بالزبط تمام؟ دي القصة اللي الدكتور بقى هي راحت لدكتور ايه؟ اسنان مراحتش لدكتور ايه؟ تجميل اسنان قال لها ايه؟ احنا هنخلع السنتين دول ونزرع عض وبعد زراعة العض نزرع اسنان وبعد زراعة الاسنان نركب اسنان طب البروسيدير دي او الخطة العلاجية دي هتكلف البيشنت فلوس قد ايه؟ وقتها قد ايه؟ يعني هي عندها مثلا واحد وخمسين سنة طب هي هتقعد في القصة الخطة العلاجية اللي هو قالها لها دي حوالي سنتين يعني انت متخيل اللي رايح تجمل اسنانك تجملها وانت رايح وانت عندك واحد وخمسين سنة تستلم الشغل وانت عندك ثلاثة وخمسين سنة انت متخيل الكرسة اللي هي فيها هتقعد سنتين؟ بزبط هتزرع عضم هو الخطة اللي هو قالها لها هتزرعي عضم بعد ما تزرعي عضم هتزرعي اسنان هو عايز يخلع لها السنتين اللي فوق دور هتزرعي اسنان بعد زراعة الاسنان نركب بقى نعمل التجميل طيب انا اول ما جاتلي البيشن دي يعني دلوقتي بقت صاحبتنا صاحبت العيادة كلها احباها جدا يعني اول ما جات قلت لها بصي سيبك من اسنانك خالص انا دلوقتي عايزة صغارك عشر سنين قلت لي هتصغرني زي قلت لها انا هعملك سمايل ديزاين تصميم للابتسامة مع وشك كله لان انا اول ما شفتها لاحظت ان المسافة من مناخرها لدقناها صغرت شوية اذا لو انا كبرتها شوية لو طولت المسافة دي تاني هترجع تاني صغيرة في السن طب لو شفتنا الصورة اللي بعدها ادي كده للبيشن دي دي عملنا اسنانها بس كده بس سيبك من الاسنان اه سيبك من الاسنان خالص ادي عمر للكلاينت دي يقول للبيشن دي ستة وتلاتين سبعة تلاتين خمسة وتلاتين خمسة وتلاتين طيب هل طب الشغل ده خد وقت قدي ده اه بالفكر الجديد باللي انت بتحكي عليه ممكن قوي اسبوع اربع تيام حيل طيب اربع تيام تصغر في سنها عشر سنين بذلك خلي بالك وليم شوية فلع بقى كمان ما هو ده انا ودتها لدكتور لا عايزين الصورة اللي قبلها تاني قبلها تاني الصورة دي بص الحالة بص المسافة بين مناخرها ودقنها في الصورة اللي على الشمال والمسافة بين مناخرها ودقنها في الصورة اللي عليمين هتعرف هي ازاي صغرك في السن عشر سنين اكتر من عشر سنين خمستاشر سنة احنا زودنا لها طول اسنانها وخلنا لها المسافة كبيرة شوية فرجعت صغيرة في السن احنا ما بسناش الاسنان بتتحيل عليها تعمل السنان اللي تحت بصممش بينين تشايفهم؟ لا وقال لف دي وقال لف دي بينين طيب لو هي كانت عملت اللي الدكتور اللي قال لها الخطة الاولانية عليه قال لها احنا هنخلع السنتين دول وهنزرع وهنزرع عض مش حارفه ايه والكصص كبيرة وما كانش هيجمل هو اصلا بيبص على اسنان المفروض تجميل الاسنان دلوقتي تجميل للعيان كله انا ببص على الوش بتاع البيشن السنان امرها بسيط تجميل الاسنان ده بسيط جدا تجميل ان انا صغر البيشن دي في الوقت ده بالتركاية البسيطة دي هو ده اللي فرق احنا دلوقتي عادلنا لو جبنا بقى الصور اللي بعدها تاني بص مثلا صورة من الجن ده شكلها من الجن بص المسافة من مناخرها ودقناها لتحت قريبة قريبة جدا جدا ما ده مدي ده ليه بقى ده حاصل مع تقدم العمر السنان بتقسر والعظم بيتتك طيب احنا لو شفنا الصورة اللي بعدها هتلاقي بص كده بص المسافة كبرت ازاي ده بيدي الوش شكل بيضاوي بتاع الشباب بزبط اللي هو بقى بيطول الوش شوية كل ما الوش يبان بيضاوي يبان مسلس مقلوب لتحت بالزبط كل ما الاسنان يبان قزن بص الفرق بين الصورة اللي علمينه على الشمال انا مش عايز الناس تبص على الاسنان اصلي انا عايز الناس تبص على سن الكلينت دي او سن البيشنت دي سنها صغر 15 سنة بحاجة بسيطة قوي تطويل حجم الاسنان طبعا ده حاجة مدروسة على وشها يعني الطول اللي احنا عاملينه ده هتلاقيه ماشي مع الشفة اللي تحت كل حاجة مظبوطة يعني مش معمول اي طول وخلاص الفيلر بقى مع الحالة دي فوق وتحت هترجع الثلاثين هترجع والله يا تنقب هتبقى أقل من 35 هتبقى 35 بالزبط الخط بتاعتها فيها فيلر جاي الفيلر هي محتاجة فيلر طبعا فيلر بخلاص احنا السنان جميلة جدا الفيلر بقى عشان الوش كله نفسي ولواني ده صعب شوية في بعض الحالات بنقدر نعملها انا نشوف الوش ككل لان هنا هيبنت شغلك أكتر لو كان الوش كله بان بس الزبط بس هي طبعا يعني عشان برايكس بس الزبط اه ما جبناش للصورة يعني لو شفتنا بقى لو في ام اقول لي لو في أنا عايز الصورة الأولانية خلاص اول صورة اول صورة كانت بمشاجرها بالزبط نتكلم بقى في الأسنين احنا كل ده عمال ايه نتكلم وبانت سناها دكتور أسنين احنا بقى عايزين نتكلم دلوقتي شوية في الأسنين الحالة دي ايه مشكلتها مشكلتها ان الاسمايل بتاعها عامل حرف الاس بالعرض يعني في حتة من فوق عالية ناحية اللاسة ومن تحت مفيش ناحية اليمين ناحية السنتين اللي في النص قصيرين شوية اليمين مظبوطين بس مش قوي انا اسهلي جدا ان حالة جيلي كلها بايزة بس ما تجليش بسنة يعني جزء يمين بايز والشمال سليم انت عارف لو اليمين بايز والشمال بايز بسيطة الفكرة كلها والتركاية كلها ان انت تثبت حالة فيها يوني لتر اه شفت كده بالزبط وتثبتها ها دي القصة والبيشن دي بقت صاحبتنا جدا انا بس عايزك في الحالة من الجنب متصورة قبل من الجنب انا عايزك تقولي ايوة لان دي باين فيها المشاكل اكتر كمان بالزبط الحالة دي من الجنب انت لو شفت انا ما فعلش السنين ما تبقاش لمسة الشفاف اللي تحت الناب والسنة اللي جنب اللي في النص وصيرين جدا دول طرعين لفوق بسبب تأكل في العضل فهو الفكرة كلها اختيار دكتور الاسنين دي اول حالة اعرضها لك جايا لي من اول مرة من غير ما اعيد شغل حد اه دي اول حالة اول حالة ماشا الله من ساعة ما اعطل اول حالة جيلي على طول ماش ترشي ريس انتر كويس بل حال ممكن يعني لو احنا الحالة دي احنا احياء يعني جميلة جدا لكن انت وانت بتتكلم دلوقتي دخلتني في قضية تانية قطيت العلاج بالقطعة او بالجملة او الطاعي والجملة في ناس دلوقتي كتير ماشي باسلوب انه هو شخص نفسه ويقولك انا عايز ماشي ليه درسي اه سنتي وقعة مش حالف السنة دي ايه بكسورة شوية دي دي انا عيبي كله مشكلتي كلها في السنة دي انا هعرض لك حالة دلوقتي العيان ده فضل 18 سنة العيان ده فضل 18 سنة يعليك سنين الحالة دي هو بيعمل ايه سنة بايزة يروح يحشيها هو زهق من دكتور السنين هو زهق من دكتور بقاله 17 او 18 سنة بيعالج اسنينه كل شوية حشوة طيب بص السنتين اللي في النص تحت دول تركيبات وقات فوق حشو كله كل سنة محشية حشوة طيب انا ليه اروح لدكتور الاسنين 17 سنة ليه طيب ما انا عارف الفرق ايه يا دكتور اي من بين لما تعمل عمرة للعربية كلها ولما كل شوية حاجة تبوص تروح تصلحها حاجة تبوص تروح تصلحها طيب تعمل عمرة وتستمتع بيه الحالة دي لو شفنا الاسنين بعد هتلاقي الحالة دي اتعملت فاربع تيام بص الاسنين بعد اربع تيام بقى كده اربع تيام اربع تيام يعني ده الراجل ده ممكن يجيله صدمة فرحية بيقول لي انا بتعريك بقى لي 17 سنة عمل عمرة لاسنين وكلها اربع تيام راجع كده هو زي من دكاترة للاسنين هو تعبير عمرة ده حلو اه الله هتعمل اسنينك كلها مرة واحدة بطريقة مظبوطة الحاجات دي لها جرانتيه ضمان مدى الحياة خلاص انت اي حاجة تحصل لهم بتاعت الدكتور اللي اشتغلت ده عمل كراون طبعا عمل كراون طبعا لان اسنينه كلها حشويت عطا طبعا لان اسنينه من قد الدنيا اه 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 ده عمل كراونز كل الاسنين فوق وتحت اه فاربعة ايامة هي الفكرة كلها في الوقت هو مش مصدق طبعا عن الوقت هو ما بيبقوش مصدقين في الوقت يعني بيقول لي انا رحت لدكتور الاسنين على مدار السبعتاشر سنة دول فوق الخمسين مرة وهو الدرس بيقع بيحشي ويقع تاني معه طب اه فبيقول لي انت هتعملها في جلسة والتانية هتساق بقول له الدنيا الجديدة الشغل الستايل الجديد في الشغل هو ان انت تعمل كل الاسنين مرة واحدة مدى الحياة اه ايه دي الفكرة كلها انا مش عايز اروح لدكتور الاسنين واجعية مرة والتانية بتستلم اربعة ايام شكرا سلام عليكم روعة روعة وبعدين الجارانتية ياه بقى انت زي ما انت قلت مدى الحياة مدى الحياة كراون يعيش بي وشوف الصورة بقى نفسي كنت اشوف وشه كله مختلف عشان تعرفوا قيمة الاسنين ووشه كله بيختلف وحالته النفسية ايه طيب هو على فكرة جايلنا من دولة خليجية ومش قايل لحد ان هو يعملهم يعني هو جايلنا مصر بالسنين اللي فوق ومروح لهم تاني بالسنين اللي تحت مش قايل لحد مش قايل لحد ده البلد ده مش هيعرفوه مش هيعرفوه والله يعني حد تاني قالت هيا الفكرة كلها في الطايمينج في الوقت اربعة يام هيا دي الفكرة دايما اقول جملة البس اعلى برندات البس احلى ساعات ايه اعمل احلى استشوار شعرك عمل ازاي سنانك لو مش حلو كل ده راح هيا اللي في الوشها هيا السنين اه قولي بقى الاستنان واللسة هل احنا ظلمين اللسة هل المرت ظلمين اللسة على سر اللي يبين دكتور اسنين ده شاطر ولا مش شاطر اللسة تقبل اللسة للتركيبة اللي هو عاملها انا لو اللسة بتاعتي اتعملت لو الشغل بتاعي مزبوط اللسة هتتقبل مش بكلمك في اول عشر عشرين يوم بعد العلاج بكلمك على انا لو اللسة بتاعتي تقبلت التركيبة اللي انا عاملها انا كيف دكتور شاطر الحالة دي عملت تجميل اسنين اللي في بوقها ده تجميل اسنين ليه اللي احنا بنكرره كل شوية راحت لدكتور الاسنين اللي جنب البيت اللي هو بيحشلها درسها واللي هو بيخلع لها درسها قلت له جمل لي اسنين طيب عمل لها ايه هو ما عندوش خبرة ومش ملم بالتجميل فهم عامل يبارد الاسنين ومختار ماتيريا الغلط طب الماتيريا الغلط دي عملت ايه خلت لون اللسة اسود طيب لون اللسة الاسود ده العينة مش عمل باسي قبل ما علاش الحاتة تيدي الهاتة دي كالتاب سوراة ايه متيري الغلط مش فهم يا ايه متيري الغلط متيري اللازم انا فاهد لا متيري الغلط يعني خامة الاسنان المستخدمة في التجميل غير مناسبة للتجميل اشرح لي بقى الحتة دي بالراحة كده وعلى ماهة التركيبة اللي راجبالها دي اسمها ايه بورسلين البرسلين ده في حديد من جوه ولسه حدي بيستخدم حاجات دي؟ لسه بيستخدمه انا عمري بقى انا دلوقتي مش بيستخدمه انهي طبعا بس هو دلوقتي لسه بيستخدمه لو حد دكتور شوية كبير في السن هما طبعا على يعني عندهم خبرة واكسبيرينس في كل حاجة بس مش بيبقى ايه الحاجات الجديدة مش بتبقى يعني متستخدمة كتير عندهم الفكرة كلها الحالة دي العينة انا عايز اقولك كمان هي لما راحت بقى لدكتور شاب صغير زينا قال لها ايه هعالجلك الحالة دي ازاي دكتور مشور جدا الحالة راحت تجمل اسنانها خرجت بالشكل دا من عند دكتور مش فاهم اي حاجة في التجميل راحت عند دكتور تجميل يعني عملت اللي عليه الدكتور التجميل قال لها ايه اولا انتي محتاجة علاج لللاسة ايه علاج اللاسة دا عايز يشيل طبقة من اللاسة هو فكر ان اللون السود دا اللاسة بقى لونها سود ونا ماعرفش ان اللون السود دا لون التركيبة قال لها انتي عايز علاج لللاسة علاج لللاسة دا بياخد وقت كبير جدا بياخد 15 يوم مثلا طيب عند ايشيل السبب ما هو السبب هو التركيبة الزبط هو اقال لها انا علاجلك اللاسة treatment the cause طيب انت دلوقتي هتشيل اللون دا على فكرة اللون ده مش اللون اللاسة بتاعها مش اسود ده لون الحديد اللي داخل في اللاسة هو اللي عكس السواد ده طيب الدكتور الاولاني بوصلها الدنيا ماينفعش المادة دي خالص في التجميل الدكتور التاني حطت لها تريتمنت بلان غلط خطة علاجية غلط انا هبدأ باللاسة وهشلك التركيبات دي وعملك حشو عصف في اسنانك كلها واركبلك تركيبات انا عايز بقى اقول على معلومة لا اي حد بيتفرج علينا لو دكتور اسنان قالك اعمل حشو عصف او علاج جزور للتركيبات قبل ما تركب اعرف ان هو دكتور مش شطر انا بعمل علاج عصف في الضرورة القصوى ماينفعش يا جماعة نعمل علاج للعصف قبل التركيبات لان ده بيأثر من حاجة ميتة وحاجة حقيقانة لا تيش اكتر الحاجة اللي فيها روح ما تعملش علاج عصف قبل التركيبات الا للضرورة لان الدكاء دلوقتي الناس بتستسل تقوم عامل علاج عصف ركب الاسنان دي الحالة فوق ودي الحالة بعد تخيل يا دكتور ايمن ان احنا ما لمسناش اللسم واللسم رجعت طبعية طالما شلت السبب شلت السبب تريت من توف دا كوز انت تقدم تركيبة مناسبة للتجميل تركيبة مناسبة للتجميل بالزبط الحالة دي ما تلمسيتش اللسم ما تلمسيتش عايزين نعمل حلقة عنوانها خفايا عالم الماتيريال دي حالة هتبقى جاملة دي نفسك فيها انت من زمان دي جدا ولكلك عليها قبل كده مرة هعمل هالك هعمل هالك بس دي على فكرة هتحرج ناس كتير هعمل هالك الخامل اللي فوق دي اسمها بورسلين دي دي انا ما بقيتش استخدمها اصلا في الدروس الخلفية تخيل بقى اللي هي ما فيها حديد يعني قوي انا لو دكتور عندي ضمير انا هسألك سؤال سيبك من طب الاسنان لو انت مركب سنة تركيبة اسنان انت عايز التركيبة نفسها لو حصل مشكلة لو وقعت على وشك او اي حاجة التركيبة نفسها هي اللي تتكسر ولا سنتك اللي جوة اللي تتكسر انا عايز التركيبة اللي تتكسر اه انا عايز سنتي اللي تحت هي اللي تفضل سليم اه فالناس بتعمل ايه بتعمل تركيبة قوية قوي بحيث ان لو حصل اي مشكلة السنة اللي جوة تتكسر والتركيبة تفضل سليم يا سلام ان شفت التركيبة اللي فوق دي لو حصل لقدر الله اي حادثة للعينة ده حديد حديد الحديد هحصل له حاجة ولا اي حاجة سنتها اللي جواه اللي هتتكسر طب يا فرحتي طب انا كده هتترى للزرعة هترجع للدكتورة لو لو شفت التركيبة القوية ازاي وسليمة ازاي هيا سنتك اللي تكسر مع ان انا ببقى عامل تركيبة نفس قوة الاسنان بحيث ان اه لو حصل اي مشكلة اي حادثة حصلت اي خطة اي خطة بنية اي حاجة انا عايز التركيبة تكسر وغيرها لك معنش مشكلة مش عايز ان انت تكسر له حاجة دي الفرق بين العيان برضو لازم يبقى على وعي لان هو صعب يجي يقولك انا عايز تركيبة قوية لا انا بختارلك تركيبة نفس قوة اسنانك الفرق بين فوق وتحت حاجتين العيانة لها جزء 70% والدكتور 30% لان الدكتور هو معلوماته كيف الدكتور ده مش بيخم العيانة دي كل التخصصات في العيانة كل واحد بيشتغل تخصص واحد فقط أسألها فيها سؤال دي قضية كبيرة جدا أحكاية بروز الأسنان لأنه في ناس كتير عندها بروز الأسنان ده في مصرنا الحبيبة في الوطن العربي كتير عيوب جينية معرفش في حاجة يعني بتخلي البروز وفي العالم الحقيقة البروز موجود بس هل البروز يتصلح بتقويم ولا يتصلح بتركيبات أنا عايز أقولك معلومة ممكن تفيدي الناس كتير قوي على فكرة بروز الأسنان بنسبة 70% سبب عدم وجود دروس خلفية لو دروسك اللي غرى بويزة وإنت بتاكل على سنانك اللي قدام حتى هما مش مهيئين إن انت تاكل عليهم هيقوموا طلقين لبرة بتلاقي الحالة دايما جاية سنانها اللي فوق مرفرفة لبرة واللي تحت مرفرفة لبرة من غير ما أكشف عليها ولا أي حاجة بقول لها أنت معند كيش دروس خلفية تقول لي عرفت منين أقول لها لأن سنانك الرفرفة اللي هي فيها دي دي حد معندوش دروس خلفية طيب في خناقة مشهورة قوي بين دكاترة التجميل والتقويم أنا جمل وقال لعمل التقويم دكاترة التقويم يقولوا على دكاترة التجميل إيه اللي انت بتعمله ده بأوز السنان اللي ربنا خلقها دكاترة التجميل يقول لك يعمل بشكل السنة وحش شكل السنة عايزين نفرق بين التقويم والتجميل التقويم نفس شكل أسناني لو هي سليمة بظبطها برجعها في مكانها الطبيعي التجميل بغير شكل الاسنان. طيب انا حالة زي اللي شغالة في الفيديو اللي فوق دي. دي عندها بروز في الاسنان. شكل اسنانها وحش جدا. عندها مشاكل كتير في الاسنان. اسنانها دي كمان مش اسنانها دي حشو. طب انا الحالة دي بعد التقويم هعمل تركيبات عشان حافظ على اسنان. طب ما نعمل من الاول تركيبات. يعني انا ليه ادخل العيانة في تقويم مع ان هي اسنانها بايزة. يعني اسنانها مش بايزة بس محتاجة شغل. فيها حشو فيها بروز فيها اعوجات فيها شكل السنة نفسه طويل اوي. طيب انا الحالة دي طب انا هعمل لها التقويم هيقعد سنة. طب بعد السنة دي ما انا هركب تركيبات طب ما انا هركب تركيبات من الاول. انا ليه ادخل العيان بتاعي ليه من كره الناس في داكاترة الاسنان. مش انت بتلاقي حاجة مشهور اوي انا بكره داكاترة السنان. اول ما العين يخش ايلي. انا دا في قاعدة اكتر من داكاترة السنان. يعني في ناس في قطاع كبير جدا في العالم كله يقول له انا اكره الاططباء. عارفية دا موجود في العالم مش موجود في مصر بس. احنا اللي احنا اللي. واي تكوت يعني كده. بس داكاترة الاسنان. اكتر طبعا. انا ما بحق يعني. اه الفكرة كلها ان اه ليه اضايقه ليه اعمل له تقويم سنة ولا سنة ونص على فكرة من التقويم دا ما انت هتخلع له دروس. بعد التقويم اركب لك تركيبات طب ليه ما انا ممكن اعلجك بتركيبات من الاول. مم. بس دي في حالات مهينة في حالات بروز الفك دي لازم تقويم. انما حالات بروز اسنان بس. والاسنان بايزة. وشكلها محتاج يتعدل. وفيها حشوات وعمل فيها علاج جزور. طب انا اعملك تركيبات من الاول تجميل دا في اربعة ايام. الحالة دي في اربعة ايام. مم. الحالة دي تتحسن في دا ايه دا بقى? دا مش عارف دا اي. دي حالة عملت تجميل اسنان. تركيبات. تركيبات برا. اه. طبعا دي جايلي فقدة الثقة في نفسها جدا. يعني بطريقة. يعني عشان ادحكها. عدنا مسلا نص ساعة عشان نخليها تتحق. دي عمل دي ايه على فكر. دي عاملة دا من اسبوعين. اه. يعني. دا جديد لانج. دا جديد لانج دا قبل. بص اللازق في الفوق الاسنان. باين. اه. طيب. بص السنة الليمين والسنة الشمال. هو في حاجة غريبة جدا الدكتور عملها. ان هو حطي لها شفت اللاسة الصناعية اللي فوق دي. انا مش عارف. عنهة الشمال. يعني ماشي انا يعني بس انا بس السؤال هو استخدم ايه كراون ولا بنير? هو استخدم بريج يعني كبري. الفكرة كلها انا مش فاهم ايه سبب اللي الحال دي تتعمل بالشكل دا. ملهاش سبب. احنا عشوفنا الصورة اللي بعدها. مفيش سنة زي التانية. طيب. دي كده اعادة التجميل. مش انا بقولك كل الحالات اعادة التجميل. بص الحالة كده. احنا دلوقتي انا عايز الصورة اللي بعد كده. عايزين نقرب شوية. بص كده. بص الحالة فوق والحالة تحت. ايه الفرق بينهم. اللي فوق ده دكتور اسنين. اللي تحت ده عندنا. دكتور اللاسة بتبين. ما عملش اي حاجة زود لها لاسة في التركيب. طيب ما اتطلع اللاسة دي الفوق يعني شين من اللاسة. خلي كل ده ما يبينش. خلي السنين السنتين اللي في النص قد بعض. بص لشكل دحكة العينة اللي فوق وشكل دحكة العينة اللي تحت. هما الاتنين عينة واحدة. ايه الفرق بينهم. اللي فوق دي اصغر من اللي فوق دي اكبر من اللي تحت بقى دي ايه. هتلاح اكبر بعشر سنين. مع انه هي هي العينة. هي هي. الفكرة كلها. اه. والكلام ده تعمل فقدي. يعني هي علجة الكلام اللي فوق ده فقدي. اللي هي عملته فوق ده. تلات شهور. تحت ده في اربعة تيام برضو. المرة الجاية بقى او البعدية شوف انت فيه من ملفات اللي هتفتح الماتيريا الخفاية هذا العالم. هفتح لك هذا الموضوع ده. الماتيريا الخفاية هذا العالم. الحاجة التانية تقولي حقيقة الاصراعات اللي احنا بتشوفها على السوشيال الميديا بين بعض الناس في طب الاسنان. ميش. يعني عدم منطقيتها. هتلاقي حوار وتراشق في الاخر على لا شيء. يعني ده مش فاهمين. ايه الورى? الموضوع ايه الاسرار اللي هو الورى? هل الاسرار? ان انا عايز تشهر? او اعمل نفس الشهرة? ولا فعلا فيه خناقة? ولا غيرها? انا ما فيش خناقة يا سداد. ما هو انا بقى مش هتقوله المرة الجاية. ده من ضمن الانتظروا المرة الجاية حوار وشير الغاية مع الضيف العزيز. دكتور عبدالله بتولي. اخصي تجميل الاسنان والمؤسس لمراكز برايتي للاسنان وعضو الجمعية الامريكية لتجميل الاسنان والمصمم اللي بتسمى المعتمد من البي دي سي بنجل خيرة بتنورني دايما وبتبهرني وبتساعدني بعض الحوار المبتع جدا. دايما حوار مختلف. دايما حوار فيه الكثير من العلم والكثير من التفاصيل الدقيقة. لان الاسنان بقت عالم التفاصيل الدقيقة. في الناس الحالون. اهلا بكم. اذا كان القطني مثير ومهم جدا فالعنقي اكيد مثير اكتر واكتر خطورة. لكن خلينا اقول لكم انه واحنا نسمع كالي الحوادث. الحوادث دي قادة تكون حادثة حادثة. وممكن تكون تصرف اهوج. تصرف همجي في التعامل مع الرقبة. يعني مثلا هنا العريس ده زي وزي في كل حتة في العالم بيشلوه. نزل على رقابته. نزل على رقابته. ليه? البشوات اغبية. التصرف ده في كل حتة في العالم جنون يا جماعة. طبعا يعني مش اي حد يعمل الحركة دي. لانه هم كسروا رقابته. هو للأسف دخل في مشكلة ضخمة للغاية. نتيجة اه انه اصحابه يعني اقول ايه? اه يعني مش ما نهمش وصف ما يعني اغبية اغبية متهورين. يعني حاجة جنونية في لحظة صحابه عمل. الترمبولين. اللعبة اللي فاكرين انها امنة. يا كرسة دي كرسة يا جماعة. كرسة دي كرسة دي دي. يعني انا بحب اشوف معاكو اللقطات اول مرة يعني انا ما بشوفهاش قبل التصوير عشان فعلا اللي بشوفه ده كوارث. الترمبولين ده كرسة يا اخوانا. وللاسف بشوفه في اماكن يعني متاح كده للاطفال يلعبوا عليه. كأنه يعني نوع من الترفيه. وفي اماكن اللي هي بيسموها الكيدزي اريا موجود في كل حت في في اي مول. ومش عارفين ان هو في المنتهى الخطورة. وممكن اتنين اطفال يلعبوا يخبطوا في بعض يحصل لهم مشكلة جمدة جدا. الرقبة ممكن لا تقدر الله الواحد يحصل له انزل قدروه في الرقبة تؤدي لشار الرباعي على الترمبولين ده. فالترمبولين ده لازم يكون عليه الرقابة شديدة جدا. ما يتحطش كده. واللي اللعب عليه لازم يكون محترف. لدي له محترفين ولي بيدربو. وعارفين بيعملو ايه. ووسائل امان ولو مقاييس. مش في كيه زئاريا محطوط كده والناس بتلعب عليها او في سطور بتاع الرياضة. واي شوية آآعيلة داخلة بيشتروا فالعيال عاديين عني يلعبوا. انا شفت المنظر ده. وكان يعني صدمة نفسية ليا شديدة جدا. ان انا لقي اطفال عاملين لعبوا على الترمبولين في سطور. في 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 وجبت مدير لسطور. تقولوا انت ازاي تسمحوا العالي لعبه كده ده في المنتهى الخطورة يفرد واد منهم طار الترمبولين ده وقع على رقابته وجنبه أدوات شيل أسقال ده ده يعني جنان يعني بالأسف احنا بيبقى فيه إهمال شديد وتمم بيكون غالي النهاردة اللقاء مثير جدا في واحدة من أهم حلقاتنا على الاطلاق وظروف العنقي مع واحد من النجوم الكبيرة في عالم جراحات المخوى الأعصاب وعالم مصر ووطن العربي ضيف العزيز واحد من ميجا ستار المجال ده الأستاذ دكتور محمد صديق رويدي وأستاذ جراحات المخوى الأعصاب والجراحات العمود الفقري كل الطب أصر عيني جماعة القارعة عود الجماعية المصرية والعربية للجراحات العمود الفقري الاسم الكبير أهلا بيك يا دكتور صديق أهلا بحاجة دكتور عيبا أكيد غضروف العنق مختلف الرقبة مختلف عن غضروف الضهر طبعا طبعا هو من البداية نبعارفين إحنا عندنا مش غضروف واحد بس في جسمنا إحنا عندنا الفقرات بتاعتنا موجودة كل ما بين فقراتين بيبقى فيه مفروض غضروف موجود متوفر معادة ما بين الفقر الأولى والتانية في الرقبة يعني عندنا حوالي خمسة عشرين غضروف في جسمنا متوزعين بقى على الرقبة ستة غضروف في الرقبة والاثناشة الفضاء والخمسة القطنية الغضروف العنقي غضروف زو خاصية شديدة جدا أو زو خصوصية شديدة جدا المنطقة بتاعت الرقبة دي منطقة خطيرة نمرة واحد لأن العضلات اللي حولين الرقبة عضلات ضعيفة يعني ما تقدرش تحميك عكس الظهر يعني الظهر لو واحد قد خبطة في ظهره وقع جمده عضلات الظهر بتحمي المدة طويلة قوي عضلات الرقبة أضعف الحركة بتاعت الرقبة أكتر يعني الظهر ده راحني لقدام ومي لورا واجع الجمب الرقبة بقى بقى شمال يمين فوق تحت تلف الحركة بتاعتها أخف بكتير وأسرع فبالتالي فرص الإصابة فيها أكتر الرقبة مش محمية يعني يعني الحماية بتاعتها بتبقى ضعيفة قوي فبالتالي أي مشكلة وغدالك ممكن تؤثر ليه بقى تؤثر؟ لأن اللي ماشي جوه القناة العصبية الحبل الشوكي الحبل الشوكي ده برد عشان الناس تفهم الحبل الشوكي ده هو ده يعتبر الوصلة ما بين المخ وجزع المخ والأعصاب الطرفية الحبل الشوكي ده اللي بيشيل كل الأوامر والإشارات العصبية اللي نزلة من فوق لتحت واللي طلعة من الجسم لحد المخ يعني أنا لو لمست حاجة سخنة بتطلع الإشارة في عصب يوصل لحد العصاب الطرفية ثم يطلع الحبل الشوكي ثم يطلع للمنطقة بتاعت الإحساس المسؤولة في المخ كل ما بين فقرتين في غضروف اللي احنا شايفينه ده الغضروف ده عبارة عن نسيج اللي هو لونه لبن يفاتح ده اللي في كده قوي واللي في النص اللي جواه ده حاجة عاملة زي الجيلي عشان تمتصص صدمات وتإيه وتدي مرونة وليونة في العمود الفقر الغضروف في هذا الشكل ده لو تيبس أو تكلس أو حصل فيه هذا المرة بتاعتي تيبس الفقري الفقرات كلها لزقت في بعضها بقى زي العظم مقدرش تحرك يبقى من قدم ما بيجي تحرك بيبقى كتلة واحدة وان بيس لكن من رحمة ربنا بينا ان الفقرات دي تتحرك معنا فوق وتحت وتلف شمال يمين بس نخلي بقى فيه أعصاب طالعة من الجوانب بقى شايف حركة تفريع بتاعتي الأعصاب اللي في الجنب دين العصاب ده عبارة عن شقين شق حسي يعني جزء مسؤول عن الإحساس الإحساس بالبرد الإحساس بالحر بالسخونة بالبرودة بالألم بالواجع بشكة الإبرة بأرسة النموسة الكلام ده كله يبقى عندي عصب مسؤول عن هذا الكلام وفيه نفس العصب ده الجزء المكمل له اسمه الحركي هو المسؤول يعني أنا أن مثلا حسيت بلا سعة هنا إيدي تبدأ تشد تسحب فيه العصب ده إدى أشارة عصبية نزلت عن طريق الإحساس ثم العصب الحركي خلاص إدي أردر للعضل لأنها تنسحب وتبعد الإيد عن مزر القطر مشكلتنا هنا في الغضريف العنقية أنها واردة الحدوث بشكل كبير جدا بس هي مش كلها خطيرة عشان يبقى إحنا فاهمين بس اللي بيحصل بقى لما يبقى غضروف فيها كبير ده بيبقى خطير جدا يعني أنا لو قارنت ما بين غضروفين في نفس الحجم سواء أن الرأي بقى والضار أقول لا غضروف الرأي بقى أخطر خمس سبع مرات عشان كده في بداية حوالي ما قلت الفان ما فيهاش الضار الحاجة التانية يعني أنت بتشوف حراك الممارسات الخطيئة اللي بيطقطق رقابته واللي بيجيب حد يطقطقهاله وشدهاله واللي بيشده من رقابته ويرفعهاله واللي بيعمل حاجة زي المشنقة كده عشان يرفع الرأس واللي كسلا بتريحني حاجات الممارسات صعبة قوي الإصابات بتاعة الحوادث وإصابات العربيات ده مهمة قوي لأن بتبقى العربية ماشية في سرعة جامد جدا وأنا مش مركز في حاجة في عضلاتي مرخية مجرد فرمالة أو مطبق أنا بتحدفه قدام الحادفة دي بتعمل حاجة بالسماء هو بلاش انجري ممكن تعور الحبل الشوكي حتى لو بفقرة ما تكسرتش ممكن تعمللي كدمة كبيرة في الحبل الشوكي وكدمة الحبل الشوكي ممكن تؤدي إلى شلر في إعلان لطيف جدا لحمة حلمي بدون دخول في التباصيل بيتخبط بالعربية من وراء وهو بينزل بقى بيعني شوف تأكيد وهو بيعمل كده كمالة الموضوع يعني الائلان ده خطر على رقابته هو لأنه هو فعلا بيتحرك بتبقى حركة عنيفة جدا والساعات بتبقى مؤذية جدا للحبل الشوكي الحبل الشوكي ضعيف الحقيقة ما بيتحملش الضغط طيب المشاكل بتاعت الرقبة بتبدأ بشوية ألام في الرقبة ألام في الكتفين ساعات يسمع في الدراعة ساعات الواحد يقول لك قصة أنا بأسحى الصبح الرقبة بتبت وجعني ساعات ببقى مصدع بقوم مصدع من النوم خلي بالك فيه أعراض كده بالتوع يعني أقول لك أنا بقوم مصدع أخذ ده الحركة الصداع بيقعد دور بقى ده أنا عندي حاجة في دماغي طب أخذ مسكنات خذ مش عارفة لكن الصداع جاي من الفقرات العنقية ده ده أكتر نوع من أنواع الصداع حدوثا اللي هو الصداع اللي بيجي من الرقبة طيب فيه ناس بيجي لها أعراض تانية في حالة الخشونة برضو ما باش فاهمين إيه خشونة الخشونة؟ الخشونة هي أولى المراحل المرضية في العمود الفقري العمود الفقري زي ما اتفقنا فيه غضاريف الغضاريف ده مجرد ما كمية المية فيها تقل يحصل حاجة اسمها تيبس بقت خشنة يعني تعرف حراك يعني لو الإزاز اللي قدامي ده مش ناعم قوي كده وفيه تعرجاته بتاع بنسميه خشن الفقرات الغضاريف لما بيبدأ ينشف شوية يبدأ يعمل تكلس يبقى عمل زي الرمل كده دي تبدأ الخشونة بقى والخشونة تبدأ تكون زوايا عظمية والزوايا العظمية تبدأ تضغط ودي بتبدأ هي بداية الضغط على الحبل الشوكي يعني ممكن الضغط على الحبل الشوكي يجي من الزوايا العظمية بس وممكن يجيب معها غضاريف خلاص ما الغضاريف بدأ يتيبس ويخرج من مكانه واخد بار حراج فديت المشكلة بتاعتنا في الفقرات العنقية الألم بتاع الفقرات العنقية يبقى في الرقبة وممكن ما يجيش في الرقبة تماما ألم ويقولك المريض بيبقى داخل يعني حتى هو متفاجئ لما بتقوله عندك مشكلة في الرقبة يقولك بص ان الرقبة بتحرك زي الزنبالك فوق وتحته وشمال ويمين ما عنديش مشكلة بس أنا مشكلتي في الألم اللي نازل في إدية الألم اللي نازل في الصابع ده والصابع ده التنميل والخدلان قبضت إيديا اللي بقت مش قادر أمسك بها حاجة السكينة اللي ستت البيت بقى تقولك إيه ده أنا بقى أمسك السكينة بتفلت من إيديا وممكن تعور إيديا التانية لو خاصة اللي بتقطع حاجة كده في البيت أو الشهاية لصانية بتقع منها أو بدأت كمان رجليها تقع تخبط وترعش في مشكلة والمشكلة بتبقى جاهة من فوق واخد بار حراجة فمشاكل العمود الفقري في المنطقة العنقية هتؤثر على الرابة هتأثر على الكتفين هتأثر على الدرعين هتنزل معانا لحد تحت لحد الرجلين لأن الناس ساعات بتبقى فاهمة أن الغضروف العنقي ما لهش تأثير على الرجل هو بيأثر على الحب الشوكي اللي هيوصل للرجل لأن ده بالذات ده المصورة الرئيسية أو الكبل الرئيسي في الموضوع اللي هو لما بيتأثر لأن كتير بيجينا مريض عنده بأشعة عنده غضروف متشخص وهيعمل عملية غضروف قطن مع الفحص أبدأ أكتشف أن فيه مشكلة لا فيه اتراد الفعل العصبي بتاعه وفيه اختناء على الحبل الشوكي ساعات أجي أطلب منه أشعر رأب يبقى زعلان جدا طب أنت بتعمل أشعر رأب يا سيدي أنا شاكك في حاجة إنها موجود وساعات كتيرة جدا بنتلحنا صح ونغير مصاري العلاج بتاعنا يبقى بدل ما هنتكلم في غضروف الضار لأن الغضروف الضار ده له الأولوية الثانية وليست الأولى الأولوية الأولى للغضروف العنقي انزلخ الغضروف العنقي قد ينزلق الغضروف العنقي الغضروف العنقي بينزلق وممكن يبقى كبير جدا وضغط على الحبل الشوكي وممكن يعمل ضمور في الحبل الشوكي يعني فيه أنواع من الغضريف لما بتخرج ممكن تعمل إصابة في الحبل الشوكي لأن المشكلة في الحبل الشوكي إن الدورة الدموية بتاعت الحبل الشوكي بتيجي من الأطراف يعني فيه شريانين ماشيين وبيغزوا الحبل الشوكي الضغط لما بضغط على الشريان بقفل الدم فبيحصل حاجة من سماء اسكيميا أو عدم وصول الدم للحبل الشوكي الخلايا العصبية لو ما وصلهاش دم في مدة محددة يبدأ يحصل نوع من الضمور والضمور يؤدي إلى تلايفات يعني الناس كثيرين نعمل لهم أشعة رانين تلاقي فيه علامة بنسمها white signal العلامة البيضة اللي في الحبل الشوكي دي معناها إيه؟ الجزء ده ما عادش بيوصل له دم بدأ يحصل فيه ضمور طيب هو أنا لو عملت المريض دي عملية أي أن كانت العملية اللي هنتكلم فيها بعد شوية هل العلامة البيضة دي هتختفي لأ ما بتختفيش بقى وبيبقى لها تأثير وبتترك بعض الأثر في حركة الجسم فبالتالي المريض اللي عنده مشكلة في الرقبة لازم يتواجه بسرعة للطبيب المعالج ونعمل فحوصات ونعمل أشعات بقى أشعات عادية أشعات رانين لو احتاجنا مقطعية في بعض الحالات من الحوادث بنعملها ونبدأ نقرر إحنا هنعمل إيه طيب أنا عايز نروح للتشخيص يعني الخطوة الجاية تشخيص التشخيص الأشعات الأشعات قصص مسيرة إحنا دعوقتي عندنا صور أشعات عايزين نحكي قصة كل أشعة من هذه الأشعات قصتها مشت إزاي تمام لأنه القصص دي الأشعات نفسها خطوة كثير من الناس تقولهم لو حاملوا أشعة عليك لها مش عامل خايف إنت هل تعلم ما دكتور أعمل ممكن عيان يبقى بقاله خمس ست سنين بيتعالج على أشعات عادية فقط ونسى نعمل يجنى العيان بأشعات عادية عاقلنا لا أعمل أشعات رانين دي الرانين بتاعه تخيلنا هوريلك الأشعات العادية بتاعته بعد شوية الأشعات العادية مش باين فيها حاجة عملنا الرانين بهذا الشكل غضروفين كبار جدا قفلين على الحبل الشوكي الحبل الشوكي هو الكبل اللي ماشي في النص اللي بيض مفروض القناة دي اسمها القناة العصبية مفروض يبقى ماشي مستقيم وسالك هتلاقي فيه غضروفين كده لونهم اسود خرجوا وضغطوا هنا وهو بقاله أكتر من خمس سنين بيتعالج على أنه دي خشونة نشوف الأشعات اللي بعدها نشوف اللي بعدها ده المريض اللي حراك كنت لسه بتوصف فيه بقى اللي هو بتاع المية اللي هو نط في البول جال وكسر في الفقرة الأولينية اهو وعمل ضمور في الحبل الشوكي دا كله عشان يتصور الباشر ده عشان يتصور شوف ده ده حصل كده وجاننا بقى عنده شالة رباعي يعني بنسميه شالة رباعي متشنج يعني الإيدين ما بتقدرش تحركها سباستيك كوادربليجي هايبرتوني هايبرتوني فالمريض ده جاء وعملنا له والعملية هنا خطيرة جدا لأن المنطقة دي تعدك مراكز التنفس والفرينيك نيرف طلع تحتها فالعين ده ممكن يفضل طول عمره على جهاز تنفس صناعي العين كان جاي مش عارف لا يحرك رقابته ولا يحرك إيديه ولا يحرك رجليه عملنا له هوريلك الأشعات العادية بتاعته بعد ما ثبتناه لأن العملية بتاعته عملية معقدة جدا هنا واحد تاني كان جاي بشتيك بألام في إيديه مع تنميل مع خدلام في كافة إيديه كل مشكلته كافة إيديه عملنا الأشع طلع برضو فيه غضروف كبيرة هوا وفوق غضروف وتحته غضروف يعني هنا عندي ثلاث غضروف في الرقاب وفيهم واحد بس كبير جدا ضغط على العصب العصب اللي طالع في الدراع وفي نفس الوقت العصب اللي نزع الرجل دي أشع عارنين يبقى عارنين لقصة مهم جدا هنا جوا بقى العملية اللي كان عنده غضروفين اتشال الغضروفين ده وإحنا داخل قط العمليات وركبنا بدالهم غضروفين بديلين دي عمليات بتتعمل يعني حتى أنت أنا محرجة تشوف كده هنا الأنبوبر حنجرية موجودة هنا قدام العمول فقر أنا ليه بقرر الصورة دي عشان أقول لك أن العمليات دي ما بتتعملش كده ده بتتعمل تحت جهاز أشعة وبنستخدم هنا المناظير وبنستخدم المايكروسكوب الجراحي وممكن نستخدم الليزر في تفتيت الزويدة العزمية ده البريد بقى اللي هو حصل كسر في الرقابة الرقابة سايبة واخد بار حراك فكنت مضطر أن أنا أثبت مؤخرة الرأس من فوق مع الفقرات الأربعة الفؤانيين من أول فقرة التانية التالتة الرابعة الخامسة واخد بار حراك باتنين ردز ونبدأ نعدل الزاوية بتاعتهم لأن الرقابة خلاصها تثبت مش عارف حراكة تاني بس أنا بثبط له زاوية الرؤية بحيث أنا مش عايزة تبقى معمولة كده مش عارف يمشي ومش عارف أخلاها كده هيقع ومش أنا بثبطها على زاوية معينة اللي هي زاوية الرؤية ومجال الرؤية بقى مفتوحه قدام ويقدر تحرك عملنا العملية والمريض ده بفضل ربنا بعد بالزبط 12 ساعة كان ماشي على رجله والتشنج الرهيب اللي كان موجود ده فك يعني شوف الأشعة بتاعته الحياة تحفى تحفى عمليات كبيرة عمليات احنا عدت في العمليات دي أكتر من 8 ساعات وأنا شغال وخاصة في المنطقة الواصلة ما بين الرأبة وما بين الفقرات عمليات صعبة جدا أنا أول مرة أشوف النوعية دي من اللي ده عمليات كبيرة عمليات صعبة هنا بقى المريض كان عنده حاجتين كان عنده غضاريف وكان عنده فقرة مكسورة المكسورة تحت عملينا لها الشريحة اللي تحت دي بالمسامير بتاعتي عشان أثبت آخر فقراتين وعشان أحافظ على الحركة بتاعتنا فيه 3 لفل زفوئية مركبين لهم غضاريف بديلة صناعية يعني أنا ممكن أعمل أكتر من فقرة ده احنا هنا عملينا 5 فقرات من نفس الفتحة الصغيرة دي حادثة برضه ده كان حادثة وكان أصلا بيعاني قبل كده من مشاكل في الرقبة بس هي ظهرت القصة كلها بعد الإصابة بعد الحادثة فكنا مضطرين إن احنا نركب غضاريف بديلة مع تثبيت بالشريح دي برضه الصورة دي جوه قط العمليات لأن أنا ما نفعشي أعمل الكلام ده من غير ما صوره بجهاز الأشعة وأنا جوه قط العمليات يعني ده هو ده اللي بيحدد لي المسار بتاعي مسار العصب فين الحبل الشوكي والمسامير دي تلوزات سنة ودخل على حبل الشوكي ممكن يعمل لإصابة وأنا اللي سببها فعشان كده لازم الحاجات دي أن ما تتعملش في مراكز إلا في أماكن مجهزة وبخبرة العمليات دي تبدو سهلة دي جراحة بالمناظير بنسميها جراحة بالمناظير وبالليزر واخد بالحركة وبنستخدم هنا جهاز الأشعة اللي هو ده بيبقى قايدنج أصلا نحن عارفين نحن رايحين فين مصمر داخل فين العضم يعني حتى لما باجي أعمل ريداكشن للعضم برجع العضم الأصله يعني فيه فقرة مثلا بتبقى متحركة من مكانه مش هشدها أوازقها ده أنا لازم بابقى ماشي معاها بمنهج علمي إزاي أسحب الفقرة اللي تحت وارجع الفقرة اللي فوق وفي نفس الوقت نعمل لها حاجة زي شادة كده بحيث إن أنا أفك لإن ساعات بتبقى الفقرات المفصلات بتاعتها ركبت على بعض فعملت لك فنعمل لها أنلوكينج الأول وبعد كده عمل لها ريداكشن وبعد كده عمل لها فكسيشن واخدار حركة فبتبقى عملات مركبة ومعقدة دايماً كانوا بيسألوا أو بنعضوا نتكلم في طريقة الاستقصال من الأمام ولا من الخلف أه هي بتاعتمد برضو على إيه المشكلة وبقالها دي يعني في مريض مثلا بيجينا يعني خاصة دي في كبار السنة هنبدأ بيهم يعني عنده مثلا خمسة أو خمسين ستين سبعين سنة وبقاله عشرين سنة رقابته بتوجعه حصل ضيق في القناة العصبية وحصل تكلسات عظمية وحصل بدلا غضروف خمس غضروف بقى في الرقاب وحصل حاجة من سنة ما ضيق في القناة العصبية مع الفحص بتاعنا بنلاقي إن القوة المؤثرة هنا هو اختناق الحبل الشوكي وضعف الدورة الدموية فده يستفيد جدا من عملية التوسيع من الخلف فده نعمل له حاجة اسمها التوسيع من الخلف دي يبقى ده هي إيه هيحل الموضوع بتاعي هيشيل الضغط اللي موجود على العصب وهيخلي الدورة الدموية في العصب تتحسن عادة هذا المريض ما بيشتكيش بقى من ألام الإيدين وتنميل الإيدين اللي هو راديكيلوبثي ما بيشتكيش من مايولوبثي مايولوبثي اللي هو التأثير على الحبل الشوكي النازل الرئيسي كله فده يستفيد من العملية دي فده عملية هي عملية قديمة بس عملية تستخدم حتى زي اللحظة بس الدواعي بتاعتها في مين؟ في كبار السن اللي عندهم غضاريف متعددة مع ضيق في القناة العصبية وبيبقى فيه صعوبة أنه ندخله من قدام طيب فيه مريض تاني بيجي لي عنده غضاريف من أمام غضاريف أو اتنين أو تلاتة أو اربعة حتى ايضا خمس غضاريف في الأمام أقدر أدخل من قدام بفتحة صغيرة جدا عبارة عن من سنتي لسنتي ونص وادخل المنطقة دي خلي بالك دكتور إيمان معبية حاجات بقى خطيرة تبدأ من البداية بقى فيه عندك الشريان الرئيسي للرقبة والوريد الانترنت جاجلر ومجموعة من الأعصاب الطالعة والنزلة وجوه جنبك التراكية اللي هي القصبة الهوائية ووراها مخبية المريء وأخذ بالحراتك يعني عندك مجموعة حتى حق الألغام فدي الخبرة هنا بتفرق فدي من العملات اللي لازم تتعامل في أماكن مجهزة جدا بخبرة عالية جدا وبتكنيك عالي يعني التكنولوجيا فيها لازم تبقى عالية جدا استخدام هنا المناظير واستخدام ميكروسكوب الجراحي واستخدام جهاز الأشعة هنا منداتري العملية دي ما تتعاملش من غير من غير قوضة فيه جهاز أشعة واخد برحرات يعني ما تنفعش عملها في مكان مش مجهز مكان بسيط جدا لا دي مش عملية سهلة ليه؟ لأن أنا ممكن أدخل وأوصل لحد الغدروب بس أعمل غدروف مختلف يعني بدل معهم الغدروب بتاع الرابعة والخمسة أشيل أنا الغدروب السليم بتاع الخمسة والسات وأنا إيه هيعرفني لأنه مش مكتوب عليه من جوه ده أنا بدخل بالامج بالجايد أشعة أشعة هي اللي بتوجيني ادخل عند الحتة دي لأن إحنا في العصاب ما عندناش نظريت استكشاف العصب ما بنستكشفهش لأن أنا بشتغل في فيلد دايق جدا ومساحة دايق وما ينفعش أجيب عصب أزوقه كده والحبل الشوكة ينفعش ده يؤدي إلى مشاكل ومضاعفات جمدة جدا في العملية هنا العملية لما بتتعامل الجرح بسيط والعين نايم بهون في العملية مع الفتحة وندخل نسلك وبتاع نوصل هنا بالجراحة الميكتسكوبية والجراحة بالمناظير ونشيل الغدروف ونبدأ نركب بداله بقى ما يسمى الغدريف البديلة والغدريف البديلة أشكال وأنواع يعني إحنا عندنا فيه غدريف من مادة زي التايتينيام فيه عندنا حاجة ده مثلا ده بنسميه غدروف بنسميه البرو ديسك ده غدروف بتحرك حركي ده يركب في فقرة فقرتين في ثلاث فقرات يعني ممكن يعمل لغدروفين ممكن يركب غدروفين ما بين ثلاث فقرات بيسمح بالحركة دي الطريقة بعد ما ركبنا الغدروف وهون تسمح بالحركة والحركة بتاعت الرقبة فيها ثلاثة وكويسة جدا لكن ده غدروف ما هوش قوي يعني ينفع ركبه في مستوى واحد لكن لو انا عندي مستويين ثلاثة ما يفضلش ده يفضل في حاجات تانية بتبقى أقوى منه لان لو انا مراكب ثلاث غدروف زي ده احتمالية ان الغدروف يفك لانه قطع مكونة مع بعضها وبعدين ده من مادة اسمها تايتينيام المادة دي معالجة بشكل معين بحاجة اسمها انها تكنولوجي بحيث انها تلتأم مع العضم بعد كده يعني كنا دايما بنخافي يقول لك اصل الجسم مش هيتقبله لا ده بقى بيتقبله بسهول دلوقتي لانه ده معالج بحيث ان انسجة الجسم مش بتتعرف عليه خطوتنا لما بندخل خلاص وصلنا للمستوى اللي احنا عايزينه هو بنبعد الفقرات ببعضها ده مقاس معين بقى ده رئيس عشان لانه مش كل الغدروف بنفس الحجم انا فيه عند غدروف يبدأ مثلا تلاتة ملي ارتفاع اربعة ملي خمسة ملي ستة ملي سبعة ملي تمانية ملي حد عشرة ملي فعلى حسب الحجم الغدروف بركب ماينفعش اركب اي غدروف في اي مكان لو جاي اصغر يعمل لي مشاكل يتخلع ولو يتخلع ده ممكن يعمل لي اصابة بعد كده في الشريين بتاعة الرقب او في المريء او القصبة لو ايه لو هو اكبر من كده ممكن يعمل ضغط على الحبل الشوكي يبرجع لي المشكلة طبعا فعشان كده لازم بيركب بمقاس معين احنا ودايما يعني حتى ساعات المريض بيبقى تهيق له ان احنا لما بيجي نجيب غدروف هو غدروف واحد بنجيبه وهو ده اللي هيركب لا ده بيجي لعلبة كبيرة جدا فيها اكتر من مئة غدروف من ده مقاسات مختلفة لان الغدروف ده بيختلف مقاسه ارتفاعه عمقه يعني الدبس بتاعه لان الفقرة فيه مريض بتبقى فقرة بتاعت صغيرة وفيه احد فقرة كبيرة حسب مقاسه اه هاجيب بقى اللي هو 10 ملي 12 ملي 14 ملي 16 ملي على حسب واخدبار حركة العرض بتاعه الفقرات الصغيرة والفقرة عريضة ها كل ده 3 عوامل بيختلفوا معاه خلاص احنا ده شلنا ده هنبدأ نشتغل بقى على ايه فيه انواع تانية من التركيبات هم ودي الاكثر انتشارا ده مش الاكثر ده اقل لان الانديكيشن بتاعته وده يعني دواع استخدامه محدودة شوية هتشوف فيه غدريف تانية بنسماء البداية الغدروفية من مواد اخرى يعني ده الاسم البروداسك اللي احنا بنقول من مواد اخرى المواد دي عبارة عن مواد مخلقة من الاكريليك باخدبار حضرتك او نوع من اللداء معينة تدخل فيها مادة زي البلاستيك كده بس مادة قوية بحيث انها تدي المرونة ها مع العمود الفقري لان احنا مرينا التجارب كتير جدا الاول الغدروف ده كان بيتعامل من المعدن من السلستيل بقى يدخل ويخرم العظم لانه اقوم العظم اتعامل من التايتينيوم برضو كان له بعض المضاعفات اتعامل من مادة زي الظاهر زي البورسلين كده عارف الخزف غضروف من الخزف وركب لقينا برضو له مشاكل بيتكسر ويتفاتفت والجسم بيتفاعل معاه عملوا واحد من الكربون قفص كربوني لقوا ان الجسم بيمتصوا والعياني يطلع له حيل بعد كافر قابته غضل لمفاوية قد كده يفتحوها لا ايسو ده خالص من التفاحم اللي بتاع الكربون ده لحد ما وصلوا لحاجة بيسمه البيكيج يعني في عندنا فيديو كده بيبين التركيبات دي يعني التركيبات دي كويسة جدا وعملية جدا ومتوفرة وممكن تلفع معايا في غضروف في اتنين في تلاتة اللي هو ده وخلي بالك تركيبه جميل يعني يعني فيه علامات كده وفيه سيريشن السيريشن عاملة زي الأسنان كده دي بتدخل عكس اتجاه الحركة ليه علشان الغضروف ما ينفعش ينزلق ويخرج برة ده طالما ركب لان احنا بنفتح الفقرات زي ما بنعمل كده بنسبت حاجة بنسميه مبعد الفقرات ركبنا ده المبعدة ابدأ اوسع الفقرات الأول أول خطو بعد كده بشيل الغضروف اللي جوه بعد كده بجيب المقاس اللي ينسبني شايب عندنا مقاسات كتيرة حسب كل المقاس بناء الغضروف المناسب بتاعه هجيبه وركبه خلاص يبقى ده ك Stitch داخل هوا وبشيل بقى إيه دي الترايل دي اللي بنسمى الترايل اللي هي المقاس انا خلاص عرفت الترايل بتاعه والمقاس بتاعه بجيب بقى الغضروف الأصلي اللي أنا محتاجه ركبه أو البديل الغضروفي وبركبه حضرتك العلبة بتجيلي فيها كمية كبيرة جدا وبختار منها اللي يناسبني اه في الارتفاع في العرض في الدبس كل حاجة. ممكن يحصل زحزحة فقرية بحالة زحزحة. ممكن بيحصل اه طبعا. كاسر مع زحزحة. اه اه بيحصل بقى ايه لما بيحصل كاسر في المفصل الخلفي بتاع الفقرة. وده بنشوفه كتير في الناس اللي يعني بعد جلسة من اللي هي بنسميه طقطقة الرقبة وبتاعة تحصل حاجة زي كده. الفقرة مع دي دي نسميها هايبر اكستنشن انجوري. الفقرة راجعت لورا جامد. ها خلاص المفصل بتاع الفقرة بيكسر. تبدأ الفقرة ممكن تتحرك من مكانها. ده ما صار الحبل الشوكي. شوفوا الحبل الشوكي هنا جي حتة هنا اتخنقت وبعدين بقت عوجت يعني بقت عاملة مش ماشي ستريت. لا بقت عاملة زي الحرف زي كده. دي زد. دي يعني خلاص الفقرة تحركت من مكانها. دي طبعا بتعملي اعراض كبيرة جدا. كل ما هو تحتها سواء في المنطقة العنقية. في المنطقة الصدرية. في المنطقة القطنية هتتأثر. لان ده المجمع الرئيسي. ودي مصدر الاشارة اللي نازل على الجسم كله. عشان كده اشارت الاصابة في الرقبة. ممكن تدي اعراض تحت. تأثر في البول. تأثر في الاخراب. تأثر في الحركة بتاعة القدمين. تعمل رعشة في الاطراف. ودي بنشوفها كتير جدا بعد اصابات الحبل الشوكي والحوادث. الرقبة بتاخد وقت طويل جدا في علاجها. يعني في العلاج لما بعد الاصابات واصابات الحبل الشوكي او الضغط عليها بتحتاج فترة طويلة. علشان العصر ده يستجيب. يعني انا بقول للمريج بتاعي. يعني ممكن اللي عنده اختناء وبقاله فترة. انت محتاج من ستة شهر لسنة. او بالما تدورت دموية ترجع تكون تاني او دموية تغزي الحبل الشوكي. يبدأ الخلال عصبية تبدأ تشتغل معانا. ممكن تاخد معك لحد سنة. في ناس ممكن يتحسنه بشكل رائع. ها? بعد اسبوع بعد عشر طيان. اوه. اخد بالحراج. العملية ده عملية حديثة. يعني عملية مش ما كانتش بتتعامل زمان العملية من قدام. دايما لانه قدام كانت منطقة زي ما بنقول خطرة. لكن مع التقدم التكنولوجي واستخدام المناظير واستخدام الميكروسكوب الجراحي. وتطور الليزر. وبنستخدم حاجة زي دريل. عارف دريل اللي هو. الحفار. الحفار. بنستخدمه. بكترة هنا في الحالات ديت. لانه بيساعدنا ان احنا نشيل الزواجة العظمية اللي كان بتبقى على العصب. في وجود الميكروسكوب الجراحي. انا مكبر الصورة كتير قوي. احتمالية اصابة الحبل الشوكي بتبقى ضعيفة. لكن العمليات دي بنقول بننصح الناس. انت طالما انك انت مش مستجيب للعلاج. الالام بقت مبرحة. بدأت يحصل مضاعفات زي التقل في الايد او في الرجل. او مش عارف تكتب. او مش عارف تمسك معلقة. او مش عارف تتحكم في قدمك او في رجلك. يا فندم نروح نكشف. ونشوف الطبيب المعالج. وهيقول لنا خطتنا ايه. لان مش كل واحد عنده ضغط على الحبل الشوكي ينفعل عملية. يعني في ناس بيجي بعد مرحلة معينة بل تقي حصل ضمور في الحبل الشوكي. اقول له لا ما ينفعلكش. وفي واحد تاني بيبقى عنده مضاعفات تانية. يعني مثلا ما يجيلي مريض مثلا. كان عندي مريض يعني عنده مشكلة رهيبة جدا. العظم بتاعه عمل زي باس كويت. عنده هشاشة متقدمة بشكل عنيف جدا. وعنده بدل غضروف خمسة. طب ده لو دخلت هتسبت له ايه. ولو عملتها له من وره مش عارف اسبتها له. لان اممكن اعملها له من وره واعمل له اه ما ساميره اطبان من الخلف اسبتها له برضو. بس بس هيمسك فين. مش هيمسك. واخد بار حركة. اه المريض ده كان عنده مشكلة اتنا شاف ان عنده مشكلة في الغده جارة درقية. اه. عنده مشكلة في الجارة درقية. واعد بيتعالج على ان ديت بقى ايه هشاشة عظام وبتاع. ده بيبود بيحصل لهم بيجو بيجو ساعات دي. ايه. مجرد ما تزلح لغده جارة درقية بيرجع لحالته طبعا. بالزبط. وده 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 اللي احنا عملناه. وانتقول لا انت تروح لحد دكتور باطينه متخصص في الغدد هيبدأ يعرف لك ايه الموضوع. احنا مجرد ما عملنا الاختبارات لقينا التحليل بتاعه عالي جدا. اه. يعني البراسرومون والكالسطينيق عالي جدا. ساعات بيبورب. اه. ساعات بيباتيومر في الغده جارة درقية. وكان عنده ورد. اه. كان عنده حقيقاتا ورد. اه. حقيقة. وتعملت له عملية. وتشالت الغده. من غير ما نعمل عملية في الرقبة. وبالعلاج ولبس رقبة وشوية تأهيل. اه بقى كويس. اه. انت نورتنا. ربنا خليك. ونورتنا حتة مهمة جدا. الغدروف العنق يمفوش الظهر يا جماعة. مفيش فيه تأجيل. مفيش فيه آآ مط. مفيش فيه اعتمادية على اشياء وهية زي مسكنات القلم. او اساليب علاجية بكوميديا. يعني مش اساليب علاجية دي اساليب تهرجية. ما وعد يجي يقول لك تعال انا عاملك آآ شوية تسخين لرقابتك. ولا مش عارف عشدك من ايه في رقابتك. ده خطر جدا جدا. بتعامل مع الرقابة لازم يكون بحذر شديد جدا. احترموا رقابتكو في كل تصرفاتكو. بلاش بقى هوية الظهور على السوشيال ميديا وان انا اعمل فيديو كده وانا بنطف حمام السباحة انزل لتقدر الله ده دي في عاجات خطيرة. مش عايزين نقول ولا نفسر احنا في ايام يعني فعلا فيها التهور في الشباب اصبح سمأ مخيفة للغاية. والسوشيال ميديا اللي عينة دي هي السبب. هي اللي بخليها الولاد عايزين يتباهوا. معرفش يباهوا ده مين. بس هو. وطبعا فيه فيه كارثة كمان بدأت للأسف توجد في الش في الوطن العربي اللي هم محبي المخاطر. في الغرب الناس دي مدمنين اللي هم يعملوا حركات فيها مخاطر كبير ويعملوا عشان فيه معلنين وفيه فيديوهات وبتاع في الوطن العربي بقت فيه محبي للمخاطر يتكابوا الموتسيكل ويعملوا حركات بها لوانية. وللأسف اقسام المخوى الاعصاب والعامود الفقري مليئة بمثل هؤلاء الشباب. ضيفي العزيزة القيمة العالمية الكبيرة والاسم اللي يعني السوش دكتور محمد صديقي هودي والساس جراحات المخوى الاعصاب وجراحات العامود الفقري كلية طب أصر عين جماعة القاهرة عضو جمعات المصرية العربية للجراحات العامود الفقري الاسم القدير واحد من الرواد هذا المجال والاسم العالمي الكبير نورتنا وشرفتنا دون كرسط. ربنا خليك. نورتنا. شكرا. شكرا. خليك دايما ما ناسي حد. الاستاذ الدكتور احمد عوض الله استشاري تأخر الانجاب والحقن المجهري رئيس مجلس ادارة ومؤسس مستشفى دار الطب موسيقى اهلا بكم تأخر الانجاب في قصص مسيرة للغاية قصص تحتاج الى فهم وتدقيق حقيقة ان بعض الكابلز في تأخر الانجاب يقفوا امام مؤشر اي ام اتش والا ام اتش ده اختصار لحاجة اسمها انتي موليريان هورمون وهو مقياس من مقاييس اللاب لتحديد كفاءة المبيض كثير من الحالات انا عندي اسئلة كثيرة جدا بتدور حول الا ام اتش احنا عايزين نعرف هل فرص الانجاب موجودة لما يكون الا ام اتش ده كزا فهل حقيقة ارتباط الحقل المجهري بهذا الا ام اتش حقيقة واقعية نسبيا ام ان هناك خفايا حول هذا الامر الذي يعبر عن طبيعة المبيض ولماذا كثرت حالات تأثر المبيض او فشل مبكر المبيض او ارخاق المبيض بشكل مش هنقول فشل عشان بلتو بتدايق الناس لكن ان انا شوف بنت ست سنها مش كبير وعندها المبيض ليس في جودة ليه زادت هذه الحالات اولا هي موجودة واحنا اللي بدأنا نكتشفها بشكل اكتر هذه جزئية من اجزاء كثيرة ستكون في حوار مسيري اليوم مع ضيف العزيز الرائد القدير لعالم الحقل المجهري والمؤسسة المميز لواحدة من الكبريات الصروح الطبية الموجودة في مصر المتخصصة في تأخير الانجاب ضيف العزيز القمة الاكاديمية الكبيرة الاستاذ الدكتور احمد عوض الله استشاري واستاذ تأخير الانجاب والحق المجهري رئيس مجلسة الادارة المؤسس لمستشفيات دارة طب العريق اهلا بيتنا دكتور احمد منورني ما يسمى بادوية او اشياء تزود قابلية الرحم لاستقبال الاجنة يالله بينا في حاجة كده يالله بينا ما هو كورتيزون وفي حاجة دانية كورتيزون وبانواعه في حاجات تانية استجدت اللي هي حقا بتتحين جوة تجويف الرحم طب يالله نحن الحقنة دي تحت بطانة الرحم يعني ساب اندوميتشل كان فيه زمان حاجة اسمها انترافينيس اميونو جلوبلينز اللي هو انك انت بتدي اميونو جلوبلينز مشتق من مشتقات الدم اه وريديا بس ده ده غالي جدا 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 واستبدل بعد كده اوان بحاجة اسمها انتراليبد اللي هو الحقنة الانتراليبد ده اوان مغزي بيتاخد في الرعاة المركزة كلها بص كل ما قد يفيد وليس مضر اهلا بيك فيه سؤال انا هقوله لحضراتك لانه بس هو كوميدي كوميدي جدا بس ده يا دول على انه الناس ما بتتفرجش ما عنداش خبرات يعني السؤال كده لا قبلا ما تقولي السؤال اه انت قلتلي تعالى بقى بعد البرنامج انا هعشيك كذا وكذا وكذا وده احسن واحد بيعمل الاكلة دي في العالم وحنروح هناك حنشوف ملك انجلترا وامير دولة مش عارف ايه فانا هصدقك فهمشورك وانا جعان وانا مهنا ومش جعان بقولك يا ايمان اتكر على الله روح اتعاشي انما انا لو جعاني يعني انا لو انا عينيد عيني فاي كلام حيتقال انا هروح وراه وده المشكلة وعلى فكرة جزء من افساد الطب جزء من افساد الطب اتا من البرامج اللي زي اللي احنا عاديين فيها اذا كانوا اذا كانت ما بيشتغلوش بمهاجة الزبط وعلى فكرة انا حتى دلوقتي بقى اسأل انت ليه مبتلعش برامج تليفزيون ده انا كنت ممكن تلعيني ببرنامج اطفال سنة 2010 بتكلم عن حالة الميكهاج لانه انا انه البرامج بتاعت البرامج الطبية في جزء كبير منها الموضوع بقى مش هزبور وبالتالي انا مش بعمل اعلام على البرامج هنا انا باستضاف هذا البرامج ولكن هو في الاخر تاني الحاجة في بعض الاحيان بتخلي البناء ادم يسمع معلومات مسفة ويتخيل انها طب وعلم طب انا هقولولك ده والله العظيم سؤال قدامي بس تقول لي رأيك في هزا السؤال ايه بتقول كده عندها اتنين قبوبة متشالين اتنين قبوبة متشالين اه لانها عجلها حمل خارج الرحل زي الفن فبتسأل هل ممكن تعمل حملة طبيعي ولا لازم حد من جارج لا اوصح لك هو لا يوجد زراعة للانبيب ولا عودة في ما حدث في الانبيب اه انما خليني عشان للناس التانيين لو واحدة ستة عندها حمل خارج الرحم وسط قصلة انبوبة وهناك انبوبة اخرى في دكاترة هيقولولها عايزين ننشط المبيض عشان البوايدات تخرج من الناحية اللي فيها الانبوبة السليمة في دكاترة هيقولولها احنا عايزين نعمل منظار عشان ننظف ونسلك الانبوبة اللي موجودة في دكاترة هيقولولها روحي اعمالي حقن ميجاري في دكاترة هيقولولها روحي اربطي الانبوبة اللي حسن يحصل لحملة خارج الرحم في الانبوبة اللي لازالت موجودة كل واحد منهم له رأيه وبيدعمه ده موضوع المقياس في ده هو اخر مرة انا حملت امتى وهل انا عندي مشكلة في ان انا اعمل حقن ميجاري ما انت مينفعش انك تضع يعني السؤال هل يجوز حدوث حمل طبيعي من انبوب قد يكون نص تالف في عدم وجود الانبوب الاخر اه طبعا ممكن ايه اللي يفصل بين الحقيقة والخيال مدة تأخر انجاب بس نورت وشرت ضيف العزيزة القناع المال كبيرة والاسم الرائد في عالم الاخصاب المساعد استاذ دكتور رحمد عوض الله استاذ واستشاري تأخر انجاب الحق الميجاري ورئيس مجلس ادارة المؤسس لمستشفى الدارة الطب ابدع في واحدة من ارقى حلقاتها على الاطلاق ونهاها بجملة مهمة جدا جدا انا بقى اكررها وراه اذا كان اي اجراء من اجراءات الاخصاب المساعد ستطع او سيؤثر على حياتك بسلم بشكل اكيد وسيؤثر على اسرتك بالامان والاتمئنان فبلاش منه بلاش منه لانه هيكون نوع من انواع يعني زي ما قوله الالقاء الى جزء من التهلكة بلاش ده خليكوا دايما مع ناس الحرب انا قاعدة تاخر انجاب عشر سنين والحمد لله الدكتور احمد عوض الله هو اللي يعني طلع ايه السبب من اول تجربة ربنا كرمني وبعد سبع سنين عملت محاولة تانية وربنا كرمني مع عبد الرحمن والحمد لله باشكرهم جدا رجعوا الامل فينا وابتسامتنا في الحياة الحمد لله يعني ربنا كريم الحمد لله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة